صباح الخير مخطط إسرائيلي للقيام بعملية عسكرية برية بتبدأ من معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع في اتجاه معبر رفح على امتداد صلاح الدين واللي بيطلق عليه محور فلاد الفيا التقرير دي بتدعي أن دولة الاحتلال طلبت من الجيش المصري بأنه يسحب قواته وأن تلق أبيب بتخلي مسؤوليتها من أي هجمات تتعرض لها القوات المصرية على الحدود طبعا هذا الكلام عاري تماما عن الصحة ملوش أي أساس وفيه مصدر مسؤول نفى هذا الكلام ونفى أي تحرك في هذا الاتجاه خصوصا وأن مصر دولة كبيرة دولة قوية قادرة على الحفاظ على أمنها القومي وكمان حماية حدودها ولن تسمح بأي انتهاكات على حدودها أعتقد أنه لا يختلف اتنين على أن مصر دولة قوية مصر دولة قادرة على حماية أراضيها أمر محسوم ما فيهوش أي نقاش لازم نأكد بس على حاجة مهمة فيه اتفاقية سلام مع إسرائيل سنة 79 أو 1979 فيه ترتيبات حصلت أمنية بعد كده في سبتمبر 2005 بعدها في 2019 تم الإعلان عن تفاهمات أمنية تانية مرتبطة بالملحق الأمني في المعادة بالتالي كل التفاهمات وكل الترتيبات دي هي اللي بتحدد طبيعة انتشار القوات على امتداد محور صلاح الدين أو محور فلادلفيا زي ما بيطلق عليه مش من حق دولة الاحتلال فرض أمر واقع بتغيير أي بنود في الترتيبات والملحقات الأمنية المتفق عليها من غير ما يحصل تنسيق أمني مسبق مع مصر عشان كده مصر بتتواصل بشكل مباشر مع الجانبين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي للتحذير من خطورة أي عمليات عسكرية إسرائيلية في هذا المحور لأن ده بيعتبر مخالفة لأي ترتيبات أمنية موقعة بين الجانبين بين مصر وإسرائيل طيب أحنا عارفين أن إسرائيل لم تتخلى عن مخطط التهجير وهدفها على المستوى الاستراتيجي أنها تسيطر على محور فلادلفيا أو على هذا المحور لفصل قطاع غزة عن مصر هي كمان بتحاول أنها تدفع الفلسطينيين البلغ عددهم في منطقة جنوب رفح أو في منطقة رفح جنوب القطاع أكتر من مليون ومتين ألف فلسطيني عشان ينزحوا لسينا أو أنها بتحاول تعزلهم عن العالم ده طبعا أمر مرفوض تماما بالنسبة لمصر وهو يعد خط أحمر محدش أبدا يقدر يقرب بأي صورة من الصور لهذا الخط ولا يقدر يقرب بأي صورة من الصور لسينا احنا هنكون موجودين معاكم النهاردة على مدار الحلقة ونصبح على حضراتكم مرة تانية صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار التقس وكمان المرور في القاهرة والمحافظات المختلفة يدينا صباح الخير عليك صباح يا محمد صباح الخير يا منا صباح السعادة وتفقر على كل المواصلين في كل مكان صباح الفل الجو بدأ يبرد صح بشكل كبير يعني خصوة مننا النهاردة قيتها لابسة جاكت وهي جاية الصباح فأنا حسيت أن الجو برد فعلا يعني مش هنالواحدي اللي بردانا برد دالو كم يوم بالزبط كده خلونا نصبح على حضرتكم ونستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كثفات مررية وتباطئ في حركة السيارات على الكبري بسبب زيادة الأحمال الأعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة مصر شارع رمسيس أيضا بيشهد كثفات مررية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما هنوصل لغمرة وكبري 15 ميو المتجه إلى المهندسين برضو عليه كثفات مررية لكن بالنسبة لشارع بور سعيد من نزل كبري أكتوبر بيشهد سيول مرية لحد منطقة الزاوية الحمرة وفيه كثفات كمان نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأمارية والكورنيش من المضلات إلى وسط البلد وكمان فيه كثفات مرية بسيطة ومتقطعة ولكن بالنسبة للمتجه إلى المؤسسة ففيه سيول مرية معادة بعض الكثفات عند المضلات نكمل معاكم جولتنا ونروح محافظة الجيزة الطريق الدقالي بيشهد سيول مرية معادة بعض الكثفات عند النزلات لكنها متحركة بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيول مرية لكن المتجه إلى المهندسين ففيه كثفات المعتادة ده قبل طلعت الدقالي وميدان لبنان حتى نادي الزمالك أما كبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين تم فتحه بعد انتهاء الأعمال وكمان شارع الهرم بيشهد كثفات مرورية مع الكثفات دي بتزيد مع ساعة الزروة الصباحية كمان بقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات وفيه كثفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني بالنسبة لشارع فيصل كالمواتات في كثفات مرورية بتبدأ من محاطة المريوتية ومحد ومكملة لحد كبري فيصل كمان بتظهر كثفات تانية في شارع سودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد منوصل لمناطق بلاء ومبابا بنسبة للمحور صبت في كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة نروح معاك وليه عروس البحر الأبيض المتوسط والأسكندرية في كثفات مرورية عند كبري استانلي وعلى طول الكرنيش وفيه كمان كثفات تانية متفوتة عند الإشارات برضو بطول الكرنيش أما بقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد النصر في كثفات لكن عنده تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف أنه يشهد كثفات مرورية لكنها متحركة ونروح معاكم لمحافظة أصوات هنبدأ من شارع السادات لحد منوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع كمان هنلاحظ أنه فيه كثفات مرورية بسيطة لحد منوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثفات مرورية أيضا فيه أيضا كثفات فيه شارع الحددين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أصوان الجامعي فيه برضو بعض الكثفات المرورية من جولتنا فيه أحوال المرور في شوارع مصر المختلفة ومحافظات مصر تعالوا نستعد معاكم بقى جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيه شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا لعبعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد فيه كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ده على فترات متقطعة درجة الحرارة في القهرة النهاردة 22 وعلى درجة حرارة هتكون في مرسى على 26 وأقل درجة حرارة هتكون في كاتنين 16 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل لكن بعد شوية خلينا نبتدي كالمعضاءات بأهم الأحداث المعانا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بالأمس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكمان عقد سيادته اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وشدد السيد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود اللي بتقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معاشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنيها كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح إمبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير جديد تحت عنوان التكنولوجيا بعد عام 2023 صلت من خلاله الضوء على أبرز التقنيات النشأة وكمان مستقبل التكنولوجيا في مصر وقال إنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل 10.4% تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير إلي جاي؟ أخبار كتير مهمة حصلت إمبارح أبرزها لاجتماع العقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود اللي بتقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنيها إمبارح استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للمستشار أحمد فهمي إمبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير جديد تحت عنوان التكنولوجيا بعد 2023 وصلت المركز من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده وأبرز تقنيات الناشئة كما استعرض أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر بالإضافة لمستقبل التكنولوجيا وأشار أيضاً إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوء خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل لموه سنوي مركب قدر 10.4% حتى نهاية عام 2029 إمبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوغرافات تصلت الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياء ميناء وكريمة بعد 9 سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها لفتن إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشائر الخير والأسمرات بما ساهم في القضاء على المناطق غير الآمنة نروح مع حضراتكم الأبرز وأهم أخبار المحافظات في اسكندرية بيتم تكثيف التواجد الميداني للأجهزة المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيء أما في القصر فتم توفير 500 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو وتوزعهم على الأهالي في اسكندر كمان في الشرقية بيتم رصف نفق عرابي في الزأزيق لبدء التشغيل التجريبي أما في أسوان بيتم إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 200 فدان خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في كفر الشيخ نظامة مستشفى الجامعة 19 قافلة طبية تضم جميع التخصصات لإجراء الفحصات وصرف العلاج بالمجان لـ 2073 شخص من أبناء المحافظة في الإسكندرية تم تكثيف التجهيزات الخاصة بمواجهة داعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة التقص السيء والأمطار من خلال تواجد رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة بالشوارع وده الرصد أي حالات طرقة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولاً بأول والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين في الأقصر شهدت مدينة إسناء العمل في مبادرة تخفيض الأسعار عبر توزيع 500 طن من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو في 217 نجا وعزبة وتم تشكيل لجان بالاشتراك مع الوحدات المحلية لتوزيع تلك الكميات في الشرقية أعلنت المحافظة عن بدء أعمال رصف نفأ عرابي بمدينة الزأزيق بطول 350 متر بكل اتجاه تمهيداً لافتتاحه رسمياً أمام حركة السيارات ويعمل النفأ على فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام أوقات الزروة فأسوان أعلنت المحافظة عن إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكملة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف متر مربع لتمثل نقلة نوعية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الإفريقية فأسيوت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي لانتهاء من 90% من الأعمال الخاصة بمحطة ساو بمركز دايروت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استعداداً لدخولها الخدمة قريباً وبتعمل بطاقة إنتاجية 90 لتر في السنية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المينيا بتواصل مديرية الصحة تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة وأسفارة نتائج القافلة الطبية بقرية كفر الصالحين اتبع لمركز مغاغة عن توقيع الكشف على 1646 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان ضمن مبادرة 100 مليون صحة وده بهدف توسيع مظالة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع موجودين معكم النهاردة على مدار ثلاث ساعات هنتكلم فيها في مواضيع كتير عشاق الرياضة النهاردة معتكم مع مباراة سوبر اللي هتتلعب في الإمارات وحنتبع فيها إيه اللي هيحصل كمان على مدار الحلقة هنتكلم عن القلق اللي بيصحف فترة الامتحانات إزا يقدر نتغلب على القلق اللي موجود عند الطلاب وعند الأهالي كمان اللي بيبقى موجود في فترة الامتحانات وطبعاً هنتكلم عن المزاعم الإسرائيلية حول محور صلاح الدين أو محور فلادالفيا كل ده هنتكلم عليه بس بعد الفصل بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهي الأرصاد بتتوقع أن النهار ده التقص سيكون معتدل نهاراً على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ماء للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء في شبورة مائية صبح بتكون كتيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد فيه كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غاني موضوع المركز الأعلام باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك وصدد دينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بيكير أهلا بحضرتك حابين نتطمن منحك عن حالة التقص النهاردة وعايز أعرف كمان منك لأن في بعض التنبؤات على صفحات غير رسمية هنقول بتتكلم مع السوشيا ميديا من الخميس وجمعة الجايين في عصفة رابية وفي أمطار وفي الجو حالة من عدم الاستقرار والناس كتير قلقانة من ده خلينا نتكلم الأول على جوهي النهاردة يمكن الحمد لله الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير درجات الحرارة فيها ارتفاع طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة الزرافين اليوم العظمى على القهرة الخبرى متوقع خلال فترة النهار ما بين 22-23 درجة مقاوية ألاحظ كمان زجادة فترات سطوع أشعة الشمس فالأجواء تبقى أجواء مشمسة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية عشان كده التقص خلال فترة النهار هنحن بي أنه تقص شي سوي داسي ومعدل تماما في معظم المحافظات الشمالية سواء الشمالية الوكف البحري القاهرة الكبرى شمال السبعيل يمكن كمان مائل الحرارة في المناطق الجنوبية جنوب السبعيل وجنوب سينة ما بيكون فترات النهار لكن فترات الدين طبعا مع الغيابة التاملة أشعة الشمس يكون في الخطابة قيم ضربات الحرارة احساس بالمرودة بشكل كبير وخصصها في ساعات الدين المتأخذ فترات الصباح الباكر مازالة الصغرة فترة الدين المنفقدة بشكل كبير خاصة في المدن الجديدة المحافظات لها زهير صحراء بشكل كبير احنا متوقع صغرة فترة الدين ما بين 13 إلى 14 درجة مقاوية على القاهرة الكبرى بالإضافة كمان دايما في الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية وبالفعل اليوم الشبورة المائية بتكون كثيفة ببعض الأماكن وانتخفضت معها الرؤية الرفقية على القاهرة الكبرى الألفين متر فشبورة المائية على أغلب الصروق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ممكن تكون كثيفة ببعض الأماكن لكن هي إن شاء الله سرعا ما هتدلاشها مع تطوع أشعة الشمس إن شاء الله ساعة بالفكير هتبدأ الشبورة المائية في الأستفاد وهتبدأ رؤية الرفقية تحسن على أغلب الضروع من اللي احنا شاهدناها خلال الايام الماضية بشكل كبير وهتكون موجودة امطار خفيفة على بعض الاماكن الساحلية المطلعة على بحر المتاصد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الواجف البحري لكننا نأكد ان هي خفيفة على فترات منتقطعة من اليوم ممكن ده في اماكن والاماكن الاخرى بالنسبة لان نشاطر يحب يمكن ان يحبت اعتاد الامم فيما عادة بعض المنصد من جنوب سيناء فقط نشاطر يحبت على جنوب سيناء سرعته ما بين ثلاثين وثلاثين كيلو متر على الساعة يعني ما لهش ايه تأسير بشكل كبير انه ممكن يخلينا نحس بيه ان صفاقية من درجات الحرارة فقط في جنوب سيناء حوالي الجوية المستقرة دي يكملها معنا كمان بكرة ان شاء الله الثلاث مع يوم الاربع والخميس ويوم الجمعة هيكون فيه منخافة جوي في طبقات الجو الأولية هيكون فيه فرص لسقط الأمطار ويمكن احنا نوهنا بالكلام ده بالامس مع حضراتكم ممكن نوهنا كمان في نشراتنا ان هيكون فيه فرص لسقط الأمطار حتى تقدم ليه المناطق الداخلية بس مش حالة من حالات عدم استقرار وعواصف لأ الحمد لله هي هيكون بس فيه فرص أمطار هتديد على المناطق الداخلية المطلة على البحر المتوسط أمطارنا من الخفيفة المتوسطة كمان الأمطار هتمتد للمناطق الداخلية الوجه البحري القاهرة الكبرى مدن القناء شمال السعيد هتمتد لها الأمطار الخفيفة مع وجود نشاط نزل الرياح سرعته يعني توصل لثلاثين اربعين كيلو متر على الساعة. يعني خذنا نحس بانصفات قيم درجات الحرارة رغم ان قيم درجات الحرارة مش هتكون منخفضة بالشكل الكبير. يعني احنا متوقعين بالزبط. ان العظمة يكون على القاهرة الكبرى اتين وعشرين تلاتة وعشرين درجة مقوية. فلو حتى في نشاط رياح مش هحسها حتى كمان زي الايام الماضية. يعني احسها لو تكون واحد وعشرين آآ آآ عشرين درجة مقوية. فبالتالي مش مقلبات جوية بالشكل كبير او حالة من حالات عدم الاستقرار او فيه فرص للامصار. الاجواء الشتوية اللي هنول عليها معتادة بالزبط. اجواء شتوية معتادة مثل هذا الوقت من العام. مهم بس جدا ننصح كل سهد المواطنين ان احنا نتابع المشارات الجوية بصورة يومية. والاشارات اللي بتصدرها الحقيقة العامة للارصاد الجوية. عشان احنا اي تحديث مشارات بنعلنه اول باول. وبنحدث المشارات كمان بشكل يومي. مهم كمان ان احنا نتابع الملابس الشتوية خلاصة على مدار اليوم كله. وشتوية سقيلة. فترات الجيل المتأخر وفترات في الصباح الباكر. وطبعا القيادة تكون بجدوءتان فترات في الصباح الباكر مع وجود الشبورة المال. سؤال الاخير لحضرك عن الملاحة البحرية وحالة البحرين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. هو طبعا يمكن كان فيه اول امس شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. لكن من امس بدأت تهدأ سرعات رياح. بدأت تنخفض الامواج. واليوم الحرس الملاحة البحرية على البحرين معتدلة تماما. البحرين مؤهلين لكافة اعمال السيد والملاحة البحرية واعمال التنزل. ارتفاع امواج ما بين واحد الى واحد ونص متر. يعني ما بيزدش عن الاثنين متر. فبالتالي البحرين يعني مؤهلين ومعتدلين تماما. نقدر نمارس كافة اعمال الكتشطة البحرية وأعمال الثاني أنا بشكر حدك شكرا جزيلا دكتورة منارة غنم وضو المركز العين بهاية الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معاين لحالة تقصى في برنامج سواء خيري أو مصر تعود دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها من القائرة العظمة 22 صغرة 15 لعظمة الإدارية 21 13 إسكنرية 22 14 العالمين الجديدة 22 14 مطروح 21 15 دميات 21 14 بورس عيدة 20 15 إسماعيلية 23 14 السويس 22 14 العيش 22 13 كاترين 16 6 طابة 22 14 حلايب 24 20 شارتين 26 18 شرم الشيخ 27 16 الغردقة 25 16 الفيوم 22 12 بنسويف 22 11 الوادي جديد 22 10 أصيود 22 10 سوهاج 23 11 قناة 23 12 الأقصر 24 حاولنا نطمن حضاتكم عن حالة التقصي بنأكد مرة تانية علشان في بعض الأخبار على السوشيال ميديا في صحفات غير رسمية إن في عصفة ترابية وعدم استقرار في حالة التقصي آخر الأسبوع لكن دكتورة منار غريم أكدت لنا أنه هو بعض الأمطار أو الأجواء الشتوية الطبيعية في مثل هذا العام في الوقت ده في كل عام لأنه نحن خلاص في موسم الشتاء بس منأكد مرة تانية على إن الشابورة المائية بتكون كثيفة أحيانا فنخلي بنا من قائدي سيارات خلال الساعات المتأخرة من الليل وصباح الباكر قيادة بحضر هرجع مرة تانية لمحمد ومنا علشان نكام معكم فقرات صباح الأخير مصر شكرا لك يا دي دلوقتي مشاهدينا نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله وكمان أهم المباريات اللي هتتلاعب فيها الجولة العشرة من الدوري المصري وكمان مباراية السوبر المصري في الإمارات النهاردة بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فيقيم قطاع شؤون الانتاج الثقافي حفل للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة وده هيكون السابعة مساء على المسرح القومي بالعتبة النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مبارتين قويتين في إطار الجولة العشرة من عمر مسابقة الدوري المصري هيلتقي الجونة مع أمبي في تمام الساعة الرابعة والساعة سبعة هيلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة النهاردة كمان في مبارتين قويتين في إطار الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري بنسخته الجديدة اللي بتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هيلتقي فيوتشر مع بيراميدس في تمام الساعة ثلاثة والساعة سبعة هيلتقي الأهلي مع سيراميكا أزمة جديدة بيواجهها نتنياهو في الدخل الإسرائيلي في غضب في تل أبيب بسبب تكاليف تأمين نجل نتنياهو خلال إقامته لمدة سبعة أشهر في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمغبلغ اتعدى 275 ألف دولار من خزينة الكيان الإسرائيلي معانا على التليفون الدكتور أشرف الشرقاء وأستاذ الدراسات الإسرائيلية عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل سبع الخير عليك يا دكتور سواح النوري فهنا يا أهلا بيك في البداية هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الأزمة متعلقة بهذا المبلغ الكبير لتأمين نجل نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية ولا المسألة متعلقة أكتر بأنه مرجعش في هذا الظرف هي المسألة مش متعلقة بالمبلغ الكبير لأنه المبلغ ده مش هو خلاصة ما أنفق المبلغ ده وجرد نفقات فردين أمن مصاحبين لابن رئيس الوزراء للطعام والسكب في الولايات المتحدة وليس كل نفقته ولفقت فرد أمن أمريكي بيدفع رتيبه لكن بيضاف إلى هذه النفقات نفقات أخرى وهي نفقات تغيير الفردين الأمن دول اللي هم اتنين من جهاز الشبك جهاز أمن الخطي الإسرائيلي بيتغيروا كل ثلاث أسابيع فبيخذوا تزاكي الطعران رايح وتزاكي الطعران جاي ويحل محدهم أخرين بتزاكي الطعران رايح وتزاكي الطعران جاي كل ثلاث أسابيع معايا ده غير مرتباتهم السارية في إسرائيل ومدلات تفررهم اللي بالدولار يعني دي مدلات طائلة غير المقدر اللي بتزاكي حصري ألف دولار ده فالمشكلة مش في المقدر مشكلة في وجود ابن رئيس الوزراء في إسرائيل في الفترة دي ولفترة طويلة لكن ظهور المشكلة دلوقتي لأن ابن رئيس الوزراء رجع الإسرائيل فعليا معايا ظهور المشكلة دلوقتي مش الهدف منها أنه كان بره أو لا لكن هذا منه أنه رغم عودته لم ينخرط في عمل في الجيش ولم يستدعي الجيش مثل آخرين لكن راح تطوع اللي عملت في خدمة مدنية خدمة إنقاذ مدنية وخد صوره وقعد على التفور بيردع تلفناك فالناس خصوصا جنود الجيش بيقولوا يعني ابن رئيس الوزراء قعد يردع تلفناك وأنا في الجبهة هو دي مشكلة الأساسية خبلك الكثير في إسرائيل بيحل له أنه صور ابن رئيس الوزراء على أنه شخص هواي أو شخص يسير المشاكل لكن هو الحقيقة كده هو يطور وكهر أخر رئيس الوزراء نفسه يعني ما لا يستطيع أن يقوله رئيس الوزراء في أحاديثه أو في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعية بيقوله ابنه نيابة عنه يعني مثلا لما حصلت الأزمة بتاعة 7 أكتوبر رئيس الوزراء ما تكلمش لكن ابنه كتب حاجة معناها أنه حصلت أكتوبر كان محاولاً برئيس الأركان دعابة لانقلاب عسكري على رئيس الوزراء بدليل لم يخبره بما حدث في ساعة أكتوبر في وقت متأخر فما لا يستطيع أن يقوله رئيس الوزراء صراحة لي يقوله ابنه لأنه ابنه لن يحسب عليه أنه رئيس الوزراء لما يقول حاجة ذا كده سيحسب عليه طيب نقدر نقول أنه هو متسبب أو واحد من الأسباب الرئيسية لفتعال الإزامات في الفترة الأخيرة يعني كان عنده مشكلة قبل كده بخصوص صور والانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هل قدر نقول أنه أصبح بشكل أو بآخر واحد من أدوات الحرب ضد نتنياهو اللي بيستخدمها الشارع ضد نتنياهو أو بيستخدمها من على غير الوفاق السياسي معاه؟ ما قدرش أقولك بضبط هو طبعاً ابن رئيس الوزراء أصار مشكلات كثيرة منها مثلاً مشكلة حصلت لما وزير الخارجية قرر منحه الجواز دبلوماسي على غير متعارف عليه لأن ابن رئيس الوزراء مالوش علاقة بالهيئة دبلوماسية صحيحة وعطى لقيادات في اللي كود جواز دبلوماسي لكن ده لأنهم شاركوا في عم المعين هو خاف وخذوا في جراء محرب وعطاهم جواز دبلوماسي لحميدهم لكن كنوا يعطي ابن رئيس الوزراء جواز دبلوماسي في حاجة فيها تجاوز في هدايا أخذها ابن رئيس الوزراء من وزائع عديدين في فضائح عديدة له لكن أنا أعتقد أنه اللي بيحصل أو ما ينشر عنه ليس هدفه التشكيك في المتنياه أو 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 الإثارة ضد المتنياه ولكن هدفه تمنيع الموقف ضد المتنياه أو الهاء الرأي العام عن شخصية رئيس الوزراء نفسه وتوقيعه إلى منهجمة لأنه لما يهاجئ رئيس الوزراء هيبتيج يتحرك لإسقاط رئيس الوزراء إنه لما هاجئ ابن رئيس الوزراء هقول حاسبه ما يوحاسب هحاسبه مين بقى الابن ولا الاب لا الابن هو الابن هو الابن بالغ ورجل كبير وناضي يحاسب عن عمل إنما الاب هو كل يلهيه بابنه عن محاسبة الشخصية طيب دكتور في سبتمبر الماضي محامي يائير ابن نتنياهو قال إن هو موجود في الخارج نتيجة الاضطهاد في الداخل عايزين نفهم هذا التصريح ومين كان بيتطاهدوا في الداخل هو أما محامي رئيس محامي ابن إسراء هو يسعل عنها نفسه لكن ابن رئيس الوزراء ما قالش الكلمة ورئيس الوزراء ما قالش الكلمة لكن هو المقصود بالابطهاد هنا هو مش ابطهاد لكن ملاحقة العناصر السياسية الأخرى لتصرفات ابن رئيس الوزراء والتشكيك فيها فده سبب بقاءه بعيد عن الأنظار في الخارج لكن هو كان يحاول هذا التصريح أن يلهي الناس عن سكة وجود ابن رئيس الوزراء في مكان آخر خارج إسرائيل خارج إسرائيل في وقت إسرائيل تحتاج إلى فيه طيب إحنا شايفين أنه بعد ما حدث في حرب غزة أصبح نتنياهو طول الوقت في مرمى الهجوم وهو طبعا يعني ما نشوف مجالين نقوله هو استحق أو لا ولكن إحنا شايفين هو خسر شعبيته هل فعلا بقى طول الوقت في مرمى الهجوم من الداخل الإسرائيلي؟ في مرمى الهجوم من الداخل الإسرائيلي ومن الخارج أيضا في الداخل الإسرائيلي ابتدت معدلات المظاهرات هو في بداية الحرب ما كانتش مظاهرات كان ممنوع تماما لمظاهرات ضد رئيس الوزراء ممنوع تماما لمظاهرات ضد الحكومة في إسرائيل طالما في حرب خلاص ما حدش بيكلم وده بتعليمات كمان مش مجرد أنه الناس مسؤولية من المجتمع لا مش مسؤولية مجتمعية لكن بتعليمات ما فيش حرب ما فيش مظاهرات ضد الحرب وفقد الحرب لكن لما طالت الحرب بداية الناس تتحرك بداية تدخلوا الظهرات وفي بداية خلاص الظهرات تبقيت واحد بس بيدعو لاستخالة نتنياهو الأعداد طبعا عفت في فترة الفاتت ووصلت إلى أكثر من 3000 وأعتقد الناس في الإسبوعين اللي جيه دول حتزيد لعشرات وكرة الجديدة بتتتحرك وبتجبر وكل ما تجبر بتاخد كل حد شكتة وأعتقد نتنياهو أخره أنه حسقط سواء بسبب الحرب أو بعض الحرب يعني سواء أصنع الحرب أو بعض الحرب لأنه هو عنده أخطاء سياسية وعنده أخطاء عسكرية وعنده أخطاء فساد وبالتالي سأسقط وحيحسب وأعتقد أنه حسكة طيب وإحنا بنتكلم دلوقتي عن مسألة الناجل نتنياهو ده إزاي ممكن يؤثر على الجنود إزاي كمان ممكن يؤثر على مستقبل نتنياهو خلال الفترة الحالية هو في الفترة الحالية نتنياهو ملوث تأسية عن مسألة ومع المصفون لأنه مسألة نتنياهو إلى حد كبير يعتبر تحدد لأنه سواء نجح أو فشل في هذه الحرب سواء سيحسب وسيحسب حساب على خير ولن يعاد نتخابه كرئيس الوزراء وسيحسب ورسل السجن ده ده أنا أقول لها أكيد بي حاجة أكيدة سواء كان نتنياهو بعمل حاجة أو بعملش حاجة نجح نتنياهو ده بقرد بليل الشعب الإسرائيلي عن تصرفات نتنياهو الحالية حتى يمكنه من تطالة أمد الحرب كما يوز في البداية كده كل الناس قالت أن نتنياهو ما قداموه غير أنه يحارب علشان يحاول يستعيد شعبيته وعلى يحاول يسيطر على الداخل الإسرائيلي بعد شوية لقينا الموضوع طال وإحنا عارفين كلفة هذه الحرب على إسرائيل حالك متخيل إيه الدافع لطول مدة الحرب بالنسبة لحكومة نتنياهو هو ما يدفع نتنياهو لطول مدة حرب أولا طبعا نتنياهو بالنجاح والرغبة من مجام المحاكمة في تهم التفسير لكن فيه عصر آخر مهم جدا هو بيحاول يصل لرسولة نصر مش مهم ينتصر لكن المهم يسوي الجمهور الإسرائيلي وفي نصر تحقق في اللحظة اللي هيصل لتسويق صورة نصر فينو بقى النصر ده فينو يعني هو بيبيع الموضوع ده ازاي أو بيسوي ما هو الحد اللي وقت مش عارف يبيعه لأنه ما حققش نصر نفت جدلا نتواصل لاغتيال واحد من كبار قدر المقوم حيصور الموضوع النصر حاسم وخلاص كفاء على كده نفت جدلا أنه استطاع ان يسقط مدينة رئيسية في غزة تحت في طال إسرائيل الكاملة حيصور موضوع عن النصر كامل ويقول كفاء على كده لكن هو لحد اللي لم يستطع أن يتواصل لتحقيق صورة نصر وعايز صورة نصر يقول لدينا أنا حققت نصر عشان ما يبقاش خرج من المعركة مهزوم ويبقاش إسرائيل خرجت معركة مهزوم ففي اللحظة التي يتحق لو صورة نصر حتى لو كان نصر وهمي هتوقف القتال طيب دكتور خلال الكاميوم اللي فاته شفنا فيديو لرئيس الوزراء نتنياهو وهو يبكي مع والد أحد المحتجزين ويقول له أنا أفوضك في اتخاذ ما يلزم على الجانب الآخر بنشوف أهالي للمحتجزين وهما بينتقدوه وبيصفوه بأنه جبان إزاي بتقيم هذه الصورة وكيف يكون لها تأثير خلال الفترة القدم الدعاية يا سيدي لها ضد خطير في العمل السياسي هذه الصورة هي صورة دعائية في المقام الأول لأنه الناس في السعيد وخصوصا أثر محتجزين يعقلوا احتياجات واسعة في الطاقة ضد الحكومة وضد رئيس الوزراء وبيهتفوا بسقوط الحكومة طب هل هذا المشهد مقنع بالنسبة لهم بالطبع هذا المشهد التمثيلي واضح جدا حتى الأعمى مفتكش وفي حد اقتنع به لكن هو بيحاول يسوأ هذا المشهد إعلاميا عشان هو أنا في صف المختلفين أو الأسرة لكن واقع الأمر أنه القوات الإسرائيلية حاولت في أكثر من المناسبة أنها تقصف أماكن كان بها الأسرة الإسرائيلين بهدف قتلهم عشان ما يجوش وعيد وشوهم ولا زالت حتى الآن تتراغى حتى في مفاوضات السلام مع طرف الصيني يعني بترسل مقترحات هي أعلم مستقلة أنها مرفوضة بيكذب رئيس الوزراء يقول أنه أرسل رئيس المشهد بتفويت كامل لاتفاق على صفقة الأسرة وفي نهاية تبايد أن رئيس المشهد ليس لهي أفاوض ويعود إلى أسرائيل مرة أخرى بيأتي بمقترحات جديدة في كل مرة بيجي بمقترحات مرفوضة وهو يعلم سلفا أنها مرفوضة وغم ذلك بيأتيك لتضييع الوقت حتى ينتهي أو يقل كثيرا عدد الأسرة اللي موجود لها حماس بسامة بالقصر وموت بعضهم في القصر أكيد كل شكر لك الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدرسات الإسرائيلية شكرا جزيلا لحظة طبعا مع دخول فصل الشتاء فيه تقارير بتقول أنه حالات الإصابة بمتغير كورونا الجديد لسمه جي إن ون بتزيد في عدد من دول العالم وهنا بدأ الخوف والآلأ تجاه معدل انتشاره وكمان المخاطر المحتملة خلينا نعرف تفاصيل ومعلومات وإجابات وافية عن المتغير الجديد حنتعرف عليها مع الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة موجود معانا على التليفون صباح الخير على حركة يا دكتور صباح الخير على حدادك صباح الخير على السادة المشاهدين دكتور إيه حكاية المتغير الجديد التقارير العالمية بتقول إن صبته وأعراضه كمان يعني مش زي ما احنا متعودين في الفترة الأخيرة قد تكون أكثر حدة من الأعراض اللي شفناها في الفترة اللي فاتت طب عشان ما احصلش بس الالتباس عند الناس احنا في الفترة دي من السنة عالميا تزداد معدل انتشار لعدوات التنفسية جميع سواء كان برد أو في الوانزة أو كورونا اللي هو الريدي ما كانش انتهى عالميا وكان موجود بتحولات أخرى غير التحول الموجود فكورونا عالميا كان موجود وما كانش اختفى وكان ليه نسب ازدياد لخلال الفترة دي فذلك الفيروس المخلوي احنا بنواجه أربع فيروسات تنفسية تزداد معدل انتشارة في هذا التنوي المتحول الجديد اللي حصل احنا منعمة ربنا الفترة اللي فاتت التحولات اللي كانت بتحصل مع بعد أوميكرون تحولات فرعية المتحول الرئيسي كانت كلها أو ممكن بتزداد قدرة على الانتشار السريع وده طبيعية فيروس كورونا ولكن منعمة ربنا لم يطرق عليها أي أعراض شديدة جديدة أو مضاعفات خطيرة بمعنى هي هي نفس الأعراض هو هو نفس البرتوكول اللي ترق عليها فقط هو سرعته وقدرته على الانتشار وحاجة تانية ترقت عليه هي فكرة الهروب المنائي يعني ايه هروب منائي؟ يعني الأجساب المضادة اللي متكونة في أجسابنا بسبب الإصابات السابقة أو بسبب اللقاحات لم تستطع بالفعل التمييز بينها فبالتالي ممكن يحصل إصابة وانت واخد اللقاح ولكن كل التقارير اللي أشارت أن حالة الهروب المنائي أشارت أيضا أن اللقاحات لا تزال مهمة في منع المضاعفات مش معنى الإصابة بمعنى أنه ممكن تصاب ولكن لو انت واخد اللقاح حدته أقل خطورته أقل وده فكرة منظومة اللقاحات عالميا اللي هي مصر ابتدتها بفعل من أقوى المنظومات اللقاحات اللي بتعاملت بالنسبة لكورونا في مصر دي سهمت بالنسبة كبيرة جدا في القضاء على أن يحصل تحولات قوية كورونا الآن يتحول بصورة أضعف بصورة أقل آه بيز داز انتشار ونحن فعاليا عارفين إن كورونا مش هينتهي زي ذا البرد والإنفلونزا إحنا كنا نأمل إنه مع تحولاته يضعف وده اللي بيحصل يصبح بعد ذلك فيروس كسل البرد والإنفلونزا الإنفلونزا كل سنة بتتحول فبيكون لها لقاح مسيمي بيختلف على السنة اللي قابله كورونا سيسكلك هذا السلوك ويتحور وهيكون له لقاح من غير اللقاح كل شوية داني هيحصل مع كورونا حتى مسبع فيروس ضعيف ناخد لقاح كل سنة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ده سيناريو كورونا فالناس ما تقلقش ده طبيعي في هذا المسيم في هذا التوقيت أن يكون لك عدوات طيب ليه في تقارير بتقول أنه أعراضه أكثر خطورة من الأعراض السابقة لحد الوقت النسب الإصابات العالمية قابل زداد كبير لكن ما فيش زيادات مفاجأة أو قوية في نسب دخول الرعايات أو المستشفيات أو حالات الوفيات ولكن طبعا إحنا مع كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة أصحاب المناعة الضعيفة مرضى حسين الطبيعي الطبيعي اللي احنا تقودنا عليه أن البرد حتى الإنفلونزا بيكون لها مضعفات خطيرة حتى مع كبار السن مع الأمراض المزمنة الإنفلونزا نفسها لها نسب مقفيات عالمية لها نسب مضعفات فبالتالي كورونا مع تحوره قد يكون هناك مضعفات لهذه الفئة الخطيرة اللي يقول للناس علينا الحيطة والحذر وليس الألأ والخوف أن نحن نستخدم كماماتنا في حالة تجمعاتنا خصوصا كبار السن ناخد جرعة عزيزية أخرى من اللقاح كورونا لكبار السن اللي فاتح اليوم أكثر من 6 أشهر من الجرعة الأولى لو عملنا كده وطبقنا الإجراءات من النظافة وغسيل الأيدي وكمامات بالنسبة كبيرة جدا هيعدي الشيطة بسلام وهيعدي التحور ده قصابقي احنا مش أول مرة نواجه التحور جديد لكورونا هيعدي بسلام وأمام بدون أي مشاكل طبية طيب احنا في فترة وينتر بريك لبعض المدارس وفترة امتحانات لبعض المدارس الأخرى وللجامعات فإحنا عندنا أماكن زحمة وفي السن الصغير في المدارس يمكن يكون لسه لم يترقى اللقاح ضد كورونا هل استخدام اللقاحات أو تطعيمات الأنفلوانزة اللي احنا متعودين عليها ممكن تساعد في أنها تقلل انتشار العدوى ما بين السن الصغير ده انتشار العدوى التنفسية مش كورونا بمعنى على أقلل الحالات احنا الفيروس السائد الأكثر شوعة في مصر عارفة H1N1 اللي هي الأنفلوانزة نحن عندنا فيروسات كتير وإصابات كتير من ضمنها الأنفلوانزة فلما أطفالنا ياخدوا لقاح الأنفلوانزة أنا شايفه شيء مهم جدا وضروري هتقلل من العبء الفيروسي اللي بيتم انتشاره في هذا الوقت هيقلل من حدة الإصابات وخطورتها فبالتالي الأنفلوانزة لا تقل خطورة عن كورونا فبالتالي أغذي لقاح الأنفلوانزة مهم جدا 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 فأطفالنا بالتوازي مع أخذ لقاح كورونا في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كذلك كبار السن يأخذ لقاح الإنفلونزا إحنا بيشتوفها حالات إتش وان إن وان خطيرة فبالتالي أخذ لقاح الإنفلونزا مهم بالتوازي مع أخذ لقاح كورونا في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة طيب دكتور أمجد أنا لو جات للأعراض دي وإحنا قلنا قبل كده أن هي الأعراض مشابهة لأعراض البرد أعرف منين مش إنه كورونا لا أعرف منينه المتحور الجديد يعني هل لما مثلا بنروح نعمل تحليل وفحوصات بنعرف أنه هو المتحور الجديد ولا هي كورونا وخلاص طيب هل أنت مطالب أن أنت تعرف لإيه؟ لا مش مطالب ليه بقى لأن أنت 80% من العدوات المنتشرة وده فعليا من غيادتنا عدوات بسيطة تسيب الجهاز التنفس العلوي احتقام بسيط اتباع حارة بسيط شخونة كحة متوسطة 80% من أدوار دي يتعافى الشخص من خلال منعته ومجرد الراحة التمة السوائل خفض الحرارة البرز تموت الباقي وهو من نسبة ليست بكبيرة يحتاج كبير سن صح مريض سكر عنده ارتفاع حرارة عنده عدوة تنفسية ده اللي محتاج يكشف لأنه مضعفاته بتكون خطيرة حتى مع دول البرد ده اللي هنقول له لا إحنا عايزين نميزك أنت مخلوي ولا إنفلونزة ولا برد محتاجين من تبعك محتاجين لك بروتوكول حتى يكون فيه تصنيف أو إحصائية للمصابين أو بانتشار المتحور الجديد أو لا تمام تمام يا دكتور أمجد بقول له حضرتك عشان يكون فيه إحصائية مثلا أو فيه تقرير مفصل بانتشار هذا المتحور الجديد أو إن إحنا مازلنا على المتحور الأديل الوزارة بالفعل بيتم نعمل مسحات عشوائية بتشوف أن الفيروس السائد إيه ومن فترة أعلنت أن الفيروس اللي كان السائد خلال الشهر اللي فات هو في الوزنة المسلمية وبيتم رصد الحالات ويعطينا بتقارير عن الفيروس السائد لكن إحنا كمرضة وكمرضة الأدوارنا بسيطة مش حايفة بلاش فوق يعني إحنا نعمل مسحة وأشعة مقطعية الوضع مختلف عن ذي قبل العدوى الرأوية الإصابة الرأوية اللي كانت موجودة من التاب الرأوي اللي كان بيحصل زمان من إصابات وأكسجين واحتاج رعاية الحمد لله قلب نسبة كبيرة معظم الإصابات تصيب الجهاز التنفس العلوي البرد زكام الرشة الاحتقال الإصابة الرأوية أقل فبالتالي مش محتاجين نعمل مسحات أو أشعات إلا في حالات محددة قصة اللي هي فئات معينة اللي ممكن يكون واقع لإصابة عن بقى خطير لها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولما بنعمل بقى المسحات والأشعات دي يا دكتور بتحدد فقط الإصابة ولا بتحدد الإصابة بأي نوع من الأنواع سواء كان أنفلونزا سواء كان أي نوع من الأنواع المتحورات اللي بتقوم موجودة مسحة الحال اللي احنا عملناها في المعامل الوزارة بتتم رصد هل هو مخلوي هل هو أنفلونزا مسيومية هل هو كورونا بالتحور جديد أم كورونا المعتاد بيه السلالة الجينية اللي كانت موجودة حتى الآن وزارة الصحة قالت أنه لم يدخل ألم يرصد حتى الآن السلالة الجديدة من G1.1 حتى الآن مش موجودة في مصر حتى الآن المعتاد وجوده الإنفلونزا والمخلوي وسلالات كورونا القديمة أما السلالة الجديدة G1 حتى الآن لم ترصد في مصر بناء على تقارير وزارة الصحة عزيم طيب دكتور أمجد نصحتك للناس إيه؟ طيب هنقول للناس أولا ما نقلقش ولكن علينا الحيطة والحظر ابني سخن أو عيان عنده عدوة تنفسية أريحه لأن احنا بنمنع العدوة المجتمعية أنا في مكان في تجمع وأنا كبير سن ومضطر أنزل ألبس كمامتي تاني العودة إلى أجراءاتي الاحترازية إلا أنا المفروضة على الامتهى من كورونا أن أنا أخسل إيدي بالميار السابون أتباعد ألبس كمامة أقول للناس خدوا لقاح كورونا كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة ناخد جرعة عزيزية أقول للناس كلها بقى بجميع فئاتها وأعمارها فوق ستة أشهر ناخد لقاح الإنفلوانزة لأنه بيقلل من العب الفيروسي الموجود في الانتشار لعدوات التنفسية أقول للناس نتغذى كويس غذاء بروتيني قليل الدسم نشرب سوائل وعصير كتير وعفاكها وقدرات تحتوي على غيتامين سي وعناصر معدنية مثل الزنك في البوكوليات والمكسرات أقول للناس نلبس قطن ونبدأ عن الملابس الصوفية الوبرية هنقول للناس نتطعم لأن التطعمات مهمة وضرورية نمرس الرياضة الرياضة مهمة لجهاز مناعي متوازن وتنشط الدورة الدموية أقول للناس كلها نبطل التدخين سلبي ويأثر على الرئة ويأثر على مناعتنا هنقول للناس بلاش توتف بلاش ألأ فوبيا المرض تؤدي إلى مضاعفات خطيرة خوفك وألأك من كورونا ممكن لو جالك إصابة بسيطة من خوفك وألأك منعتك تبقى ضعيفة ممكن تزيد والأعراض تزيد فعلا نشكر حضراتك جزيلة شكرا دكتور أمجد الحدادة الاستشاري الحساسية والمناعة شكرا جزيلا فعلا دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع دينا اتفضل يادي شكرا لك منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حيث وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمبتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجه رئيس السيسي بالتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلت دعم برامج الحماية الاجتماعية كما شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين قال عضو في حركة الجهاد الفلسطيني لرويترز أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يقصف الطرق بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لإعاقة وصول سيرات الإسعاف للأماكن المستهدفة يأتي ذلك بعد استشهاد أكثر من سبعين شخصا وإصابة مئات غالبيتهم من الأطفال والنساء وفي مجزرة جديدة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي القصر صيبة بمخيم جبالية شمال قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد نتيجة تلك المواجهات التي وقعت أيضا في خان يونس ومناطق أخرى بالقطاع ومن جانبه أعلى نجاش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين في تلك الاشتباكات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية في مدينة جينين اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المدينة ودهمت عددا من المنازل وسط إطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهة وفي مدينة رامال اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دير عمار وسط اشتباكات مع عدد من الشبان ورياضيا يلتقي الأهلي اليوم مع سراميكا كيلباترا في الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يوجه بيراميدز فريق فيوتشر ويلتقي الفائز من المبارتين يوم الخاميسة المقبل في نهائي كأس السوبر الذي يقام لأول مرة بشكله الجديد ختم موجهة الثامنة فاصل وأنا أعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر الأيام دي بيكون في حالة كده من القلق داخل بعض الأسر المصرية بسبب قرب فترة الامتحانات مش بس كده لأ كمان بينقلوا التوتر والقلق ده لأولادهم من كتر ما بيقولوا لأولادهم أنتوا لازم تذكروا لازم تجيبوا مجموعة كبير لازم تتفوقوا لازم تكون أحسن من فلان وما لا ويبتدوا بقى طبعا قصة المقارنات اللي احنا عارفينها كل دي ضغوط بالمناسبة يعني بيكون لها نتائج عكسية على الطالب تعرف من ايه انها بيكون لها نتائج عكسية أكيد طبعا ما فيش حد هيجي في فترة الامتحانات ويوتر ابنه بهذا الشكل إلا ويكون لها نتائج عكسية ممكن يكون بيحمسه ومش بيوتر ما هو بقى احنا عندنا طول الترمة دي النقطة بلى احنا عايزين نتكلم فيها دقات الدكتور هتتكلم فيها انت عندك طول الترمة تبتدي واحدة واحدة لكن ما تجيش تضغطه في فترة الامتحانات وتقوله انت لازم انت لازم اعتقد ده بيوتر طيب خلينا نعرف ازاي الناس اللي بتتوتر تتخلص من التوتر ازاي الناس اللي مش حاسة بحق خالص تحس شوية بالتوتر يمكن تقدر تذاكر شوية في الكام يوم اللي فضلين ازاي الأسر ما تنقلش التوتر ده لأبناءها ده اللي حنعرفه من ضفتنا اللي من رأنا في استوديو صباح الخير الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس يا دكتورة صباح الفل عليك صباح السعادة صباح السعادة صباح السعادة والتوفيق يا دكتورة الأسر بتنخصم لقسمين والولاد بينخصم لقسمين قسم بيتوتر في الامتحانات وبيبقى عايز يعمل أحسن حاجة وقسم ولا كأنه جهة أصلا وكأن السنة الدراسية دي ما عدتش عليه وده ملوش علاقة بالمستوى الدراسي يعني بعضه ممكن يكون نابه جدا ومش فريق له وبرضه ممكن يكون نابه جدا ومتميز جدا ومتوتر جدا نعمل إيه في الفترة دي خلينا متفقين إن القلق ده شيء طبيعي جدا ده لما أقلقشي أقلق على ابني أو أقلق على الأسرة زي ما حديك قلت كده في ناس لقناها عندها لمبالاة مش مهتمة فالقلق منطقي جدا جدا في الفترة دي لأن انت داخل اختبار فهيدي نتيجة وهتبقى مسؤولة عن نتيجة ولو في سنة مصيرية فالسنوات المصيرية كثيرة فهتبقى أنت أكثر قلقا بس المهم في الموضوع إنه ما يزيدش عن الحد الطبيعي المعقول اللي يحفز على الشغل يعني إيه؟ يعني ما بقاش متوتر ورايح جاي عمالة قارن بينه وبين زميله أنت بنعمك جاد مجموعة كبير في الامتحان ده وانت لازم تبقى زيه أو أحسن منه زميلك وجرنا مامتو بتقول إنه تكرم وجاب كذا فانت لازم تبقى أعلى منه المقارنات لا بلاش المقارنات لأن الزكاء فيه زكاءات متعددة مش زكاء تحصيلي بس ممكن أنا أكون خطيرة في المذاكرة والتاني أخوي عنده زكاء اجتماعي عالي جدا فيتميز في مجال محتاج الزكاء الاجتماعي وأنا تميز في المجال اللي محتاج لتحصيل بس ده مش معناه أن أنا ههمل التحصيل أو هقول له ما تذاكرش لا ذاكر بس أبقى واعي كأب وكأم أن ابني لو من السوبر مش لازم كل الناس تبقى سوبر مش الطبيعي ده هو حتى في كيرفل حياة 80% متوسطين قدرات طبعا 80% متوسطين و20% ما بين الضعاف التعليم وما بين السوبر جدا جدا فمش مفترض منه أنه هو يبقى أينشتاين لكن مفترض أنه هو يبقى ناجح ناجح في المجال المتناسب مع شخصية كما موضوع المقارنات ده يا دكتورة زي بيؤثر كمان على علاقة الأبناء بأهليهم بعد فترة الامتحانات خلينا أقول لك بقى هو فترة الامتحانات ممكن يحبطني أنا شخصية يعني أنا لو أنا مذاكر كويس وإن أنا أقدر أعدي وماما عملة تقول لي أنت فاشل أنت مش بتذاكر ما هو أنا ممكن أكون عبقاري بعد ساعة زي عشر ساعات غري بيعودها فهي شايفة أن المدة الزمنية اللي أنا بعودها مدة قليلة فهي بتقيس الإنجاز على المدة لكن قدرتك تحصلية علي ممكن أنا أكون عالي جدا فالستريس اللي هي بتحطه علي والضغط ممكن يخلينا أوصل لمرحلة لا أنا ممكن ما تخلش الامتحان السنات عشان أنا مش مستعيل يا دكتورة ده كلام طالع موضوع بين ما هو أنا يقولك أنا قدرتي التحصلية وهو أصلا ما فتحتي لا 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 ما هو أنا خلي بالنا أنا عادت ساعة أنا أصلا كنت سامع في الكلاس فمش عارف إيه خلينا أقول أنا مش هستدقه من أول مرة لازم نختبر القضية دي درجاته عاملة إيه يعني أنا عايز أقول إن أنا ما هونا كل الشباب هتلا أقول لك أنا ده أنا معدي أنا كل حاجة بفهم من أول مرة جميل أبقى متابعة بقى مع الدرس بتاعه ومع النتائج بتاعته في الشهر فخلاص هو كده فعلا يبقى أنا خلاص بقى إيه دي كده وخليكي أنك تحفزيه مش إنك تقارنيه لأنه هو عارف هو عايز إيه خلينا أقول هو محدد هو عايز إيه فتمان لكن إمتى إن أنا خليك أسرة القلق اللي عندي أحوله لطاقة دافعة إنه هو ينجز منه إن أنا ما قارنتش بينه وبين اللي حواليه إن أنا ما قولوش دايما فاكر السنة اللي فات تمنت ما زاكرتش حلو وجبتي مش عارفة درجات إيه فاكر وافتكر من تسعين سنة بقى وفاكر أما مش خلاص إحنا أولاد النهاردة هو لو أنا لقيته تعلم الدرس لا يا دكتور العمل والدراسة تراكمية فيش حاجة فيها أولاد النهاردة لا 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 كاي أي حاجة مبنية على الأدلها محدش فاجأة حينام يصحى يبقى رهيب بس خلي بالك أنا بكعبل أما فيه فيه ناس لو الكعبل وعرف ما يتكعبلش تاني يبقى هو تعلم يبقى برافه لكن لو الكعبل ومعرفش الدرس المستفاد من ده يبقى هتكعبل تاني فأنا لو حسيت أنه هو دلوقتي استوعب الدرس أنه السنة اللي فاتت كان بيلعب ومش مركز قوي وابتدى يبقى خلاص شغال يبقى لا يبقى نهدى كده ونقول له برافو وانت أحسن خلي بالنا أما كون ابني أو بنتي عند مستوى معين ويرفع عنه شوية مطلوبش منه أنه يوصل للقمة مرة واحدة لأن ده ضد قوانين الطبيعة يعني أنا كنت مثلا الترم اللي فات أو الشهر اللي فات أنا كنت جايبة درجة أقل من درجة النجاح وجيت الشهر اللي بعده وعليت أربع خمس درجات ما قولوش أنت ما جبتش الدرجة النهائية وانت فاشل لا ده ناجح وبرافو عليه لأنه طلع تلات أربع درجات تلات أربع درجات سلم مش تلات أربع درجات فهو خلاص شهر قاله برافو عرف الطريق أنا بقى لازم برافو عليك أنا مبسوطة منك جدا أنك طلعت ده أنت الشهر الجاي إن شاء الله هتطلع هتبقى سوبر إن شاء الله فيبقى أننا ما استعجلوش ما استعجلش وابقى عارف أنه بدان بيتعلم من أخطائه يبقى هو ماشي على الطريق والقلق بتاعي أحاول القوات دفع أننا دايما نبص على الجانب الإيجابي ما فيش حد فاشل بنسبة 100% وحد ناجح بنسبة 100% فيه حد تتعلم من أخطائه وتعرض لعصارات كتيرة فبقت الأخطاء بالنسبة له حياة يعني حياة بمعنى إيه؟ بيقدر يتعامل معاها بشطارة مش حياة إنه هو بيخطأ لكن هو بقى عارف بقى من كتر العصارات لا هي الحتة دي عمل لها ده فبقى بالعكس بقى عنده زكاء وقدرة على التصرف ومرونة عالية جدا جدا عظيم ده ما ألاقش منه طيب إزاي لما ألاقيه هو متوتر والآن أننا أتدخل عشان أخفف عليه الألق والتوتر يعني هل مثلا أشجعه وأقوله أنت إن شاء الله ربنا هوفقك وهتجيب الدرجات النهائية وشد حيلك ولازم الدرجات النهائية ولا أقوله أنت عملت اللي عليك حاول تركز بس أطول فترة ممكنة خلال الفترة دي وتدخل الامتحان تكون مركز وبعد الامتحانات حتى لو ما جيتش الدرجات النهائية فمفيش مشكلة يعني ولا هل نقطة الأخيرة بتاعت مفيش مشكلة ممكن تخليها تراخة وخلاص بقى أنا مش فارق وأمنتو بقى مش مشكلة حتى لو ما جابش الدرجات النهائية فمش مشكلة أنا أبقى مسك العصاية من النص لتديره الثقة قوي لأن نتيجة الامتحانات ما طلعتش فخلاص ما يتراخش بقوله خلاص ماما وبابا عارفيني إن أنا شاطر وإن أنا هعدي والدنيا بيس وما ضغطش عليه يعني أولا أحفزه واتديره ثقة في نفسه أنت مش فاكر الامتحان الفلان يما كنت حاسس إنك مش مذاكر قوي وجبت الدرجة النهائية مش فاكر الامتحان اللي كان السنة اللي فاتت وانت كنت تعبان قبله أفكره بنجاحاته آه طبعا واتك علينا إيش ما أنا بقى ليه هفكره بنجاحاته ومش هفكره بعصاراته لأنه هو لو أنا شيء مده هفكر هفكر لا 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 ما أنا كده بعيره حضرتك وش فكره لو أنا فكرته بعصاراته أنا كده بهدده بهدده نفسيا أنت ممكن تفشل مش فاكر ما فشلت السنة اللي فاتت لا خليني لو هو تجاوز العصارات ولقيت هو بينجز أكتر يبقى هو خلاص هو تعلم منها مش بحتاج أنه أنا فكره به هي في وعيه هو فاكرها كويس قوي وابتدي اتكع النقط المضيئة عنده فاكر السنة اللي فاتت لما كنت تعبان قبل الامتحان وبقيت تقول أنا مش هقدر أجاو وجاوبت وكنت ممتاز والمدارس حتى لو خطأ خطأ حتى الخطأ اللي أنت أخطأت فيه المدارس قال ده كان فوق مستوى الطالب المتفوق كمان برافو عليك أنا واثقة السنة دي أن أنت هتبقى أحسن واحد في الدنيا وأنا راضية بالنتيجة لأن أنا عارسة أن أنت عملت اللي عليك بس الجدعا ما سكتش ما قفلش الجملة عملت اللي عليك الموضوع ما انتهيش تمام يعني أنا أعرف حالات تيجي وأنا شخصيا عصرت طالبة عندي كتمادة صعبة شوية في تدريس الجامعة والبنت جات في الامتحان مذاكرة للمدى جدا ونتيجة التوتر والعصبية هي طرعت من الامتحان بتقولي أنا مذاكرة جدا بس أنا معرفتش حل أنا حلت خلص لأ حلت بس هي بقى الأصل اللي مذاكرة ده أنت دايما أقول لك ما بيخافش اللي مذاكرة يعني دايما الهادي والجدار ده بقى ده بيع القضية حضرتك خالص يعني مش لأن منطقنا داخل الامتحان حتى لو أنا مذاكرة حتى لو أنا مذاكرة لازم أبقى يعني يطر هعمل إيه يطر الأسئلة هتيجي زي ما أنا متوقع يطر أنا هقدر أحل كويس لازم يبقى عندي جزء من القلق يكون إيجابي فالبنت طلعت من كتر القلق اللي ستريس اللي هي وقع عليها قالت أنا بقيت عارفة الأسئلة وحسيت أن أنا نسيت كل حاجة بقيت أكتب وكتبت حاجات بس مش هي اللي تديني امتياز وحس أن أنا جاي بالدرجة اللي أنا عايزها وفعالي أنا ما بصتت في الورقة لقيتها يعني يا دوب تجيبي المقبول يا دوب فأنا شخصا لقيت الحمد أنها جابت مقبول بعد كده بقت هي تحديدا وأنا بتكلم معها كالطالبة بصي الامتحان هيجي سهل جدا ولا يهمكو وجمده قلبكو وطبعا الامتحان مش هيجي سهل الامتحان بيبقى جاي متفاوت عشان التأديرات والرانكينج الترتيب بصوا أكيد هيجي في حاجات أنتم عارفينها فلازم تبقى داخلين لازم تبقى داخلين من نفسكو وما يجي لك سؤال حاول يعني لف حوالين العوامل اللي هو بيسأل عنها أكيد أنت هتصادف العامل الصحي وتكتبه فبقى إيه تلعب بدان عندي فرد وفيه فروق فردية والضغط والقلق بيضغطوا جدا لازم تتعامل مع القضاة دي طب أنا طالب في وسط ممكن مئة طالب طب أنا في الأسرة عندي طالب أو اتنين إدني أو بنتي فلازم أدير القصة دي بلاش المقارنات بلاش أن أنا حطى دايما تحت ألأ ممكن أنظم له وقته مرحليا طب هو نظم وقته تمام طب لقيته حات شوية يعني يعني بيضيع وقته شوية لا أنت كده غلط أنت خلي بالك إنا ضيعنا ساعة مبارح إصحى أنا عارفة أن أنت منظم وقتك ومساستم نفسك تمام بس برضو يعني أنا بديك جرس كده أنا معي خلي بالك شوية قلت لما فكرك بس آه طب حاضر والأسلوب نفسه في التواصل بيفرق كتير جدا الكلمة ممكن تطلع السماء وممكن كلمة تنزل الأرض ده ده منطقي لأن بالعكس ده كل ابني ما يكون حساس كل ما كلمتي قد إيه تأثر فيه فلازم أكون الدينامو اللي بيشجعه مش اللي بي لا مش فاكرا ما لعبت السنة اللي فاتت وفشلت ووسلت في المادة لا خالص بلاش أنا عارفة أن أنت تعلمت من أخطائك بلاش اللي حصل السنة اللي فاتت أنا واثقة أن أنت الأصل عندك هو أنك تبقى أحسن حاجة في الدنيا دكتور حيعيشه في الوهم لو هو الأصل عنده ما هوش كده هو حيعتقد أنه خطير وعارف كل حاجة أو البنت حتعتقد أنه هي عارفة كل حاجة عايزة أعرف إيه لحد الفاصل ما بين أن أنا أعمل هالة من الدعم الزيادة اللي ممكن تخلي ابني وبنتي أو الأسرة يعني تعيش في الوهم وتتصدم بالنتيجة فأتسبب له في صدمة نفسية زيادة وما بين أن أنا أعرف أحفظ لو أنا مش متابعة هعيش في الوهم لأن المفروض إحنا بنقول إيه موسم الامتحانات والله الامتحانات مش موسم يا شباب خالص الامتحان أنا من أول السنة عارفة أن أنا عندي امتحان المنطق مش أن أنا بسيب كل حاجة لقبل الامتحان إلحق عبي عبي المعلومات إلحق طب تيجي تسترجع المعلومة تلاقيها مش طلعة اتحشرت جوه لأنها يعني متحفظتش متحفظت تريد بمعنى أنها تبقى موجودة في العقل مش حافظة بمعنى حافظ أن أنا ما بنتهاش بطريقة ما استويتش جوه الموح بالضبط أن أنا المفروض يعني بحط المعلومة خلي بالنا التعلم والتعليم أسلوب حياة مش مش امتحان لأن الطالب لو قدام محاطة أنه هو بيذاكر عشان يمتحن لو حقق الغاية منه بتكلم علم نفس لو حقق الغاية من استرجاع المعلومة في الامتحان هو نيس المعلومة ومش مفترض أنه بتعلم عشان ينسى حضرتك هو عشان يحصل له تراكمية مش في سنة ده في سنوات عمره عشان ما يكبر ويدخل في مجال تقصصي معين يبقى عنده تكامل لشخصية يعرفش هو في التاريخ وهو في ابتدائي يعرفش هو في الجغرافيا طب هو دكتور ما هو محتاج لحاجات دي طب هو أديب ما هو محتاج لحاجات العلمية حتى لو مش لمجال عمله بالضبط في الفيزياء والكمية هتديله ثقافة عامة هتأسس شخصيته واتكونها فبالتالي التعليم مش مرتبط بالامتحان ومعودش ابني ذاكر عشان الامتحان اطلاقا اطلاقا بلاش نحط المادة دا ومتعامل معاه على انها مسلمة خالص انت بتتذاكر عشان تتعلم انت بتذاكر عشان تبقى أحسن عشان تعرف النقاط المظلمة عندك تضيء فتبقى شخصية عارفة كل حاجة وفاهمة كل حاجة ومتخصص في حاجة التمام اللي اتنين طيب ما فيش شك انه الاولاد بيكون عندهم يعني اسلوب حياة طول فترة الدراسة وكمان في الاجازة لكن بنيجي احنا بقى في الفترة دي عايزين نشأل بكل حاجة ما فيش تليفونات ما فيش نوادي ما فيش خروجات ما فيش صهر ما فيش ما فيش ما فيش احنا طبعا بيبقى هدفنا انه يركز اطول فترة ممكنة في الدراسة هل دا ممكن يؤثر عليه بالسلب ويزود التوتر والقلق هنكمل اللي كنا بنقوله حالا قبلها اسلوب حياة يعني ايه اسلوب حياة يعني انا ونا راح النادي وهو عنده تمارينه لازم ابقى عارفة ان فقرة المذاكرة والتحصيل دي بتمت فاحنا خلاص نروح فقرة اللعب ايما كان انا متميز في اللعب انا بطل ايما يا كان اللي اتنين فلازم فقرة المذاكرة والتعليم ديها وقتها وفقرة اللعب ديها وقتها اسلوب حياة طول السنة ما ينعش ان انا لو عندي بطولة فانا هلقى هتضرب شوية خلي بالك ياسين احنا الاسبوع ده اهملنا شوية ان شاء الله بعد البطولة دي وانت اديت كله مجهودك وانت برفو عليك وشاطر خلاص الاسبوع جاي لازم نعوض في التحصيل عشان انا ماجي الامتحان واعمل المرونة دي ما بين القوالب اللي انا حطاها عندي انا اتكيت شوية فانا هزاكر شوية وافصل تمرين يبقى ده اسلوب حياة ان انا بدي وقت اولويات هنا للتحصيل فانا مش هتدايق لان انا تعودت ان انا بتنقل بمرونة وسهولة ما بين ان انا بزور عائلتي ان انا بقعد على السوشال ميديا ودي حرامي الوقت الاول فابقى محجمها ان انا بذاكر فابقى عارف وقتي فيبقى بتنقل بدول بمرونة وعلم في ابني ان انا مش بنا اللي بنقله ان انا ببس فيه الضمير الذاتي انه هو يقدر يدير يدير تنقلاته ان لأ الوقت ده تمرين يا ماما طب خلص يا حبيبي معاك بس خلي بالك طب لقيته اما جيت نقل غاب شوية او مداش حق التحصيل لأ انت خلي بالك انت فلتت منك شوية خلي بالك مرة واثنين ولا خلي بالك هي مرة واحدة والتاني مش تمرين لا خلي بالك مرة ما هتابقى المتابعة خلي بالنا التربية كل حاجة المتابعة مفيش طفل بتدوس على ريموت كنترول وهو يتنيه قوة الدفع الذاتي ماشي اليوم الايام فيش حاجة كده احنا بشر احنا انسان بننسى فأتنيني احفز ودي 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 شوية لحد ما حس انها بقت عادة خلاص بالعكس ده العادة هنا مش قصة التحصيل والامتحان والدرجة ده بقت عادة في شخصيته صحيح انه هو لو بيقدر يدير حياته بين اكتر من اهتمام تبصي تلاقي شخص ناجح جدا وبيعمل تسعمائة الف عمل في اليوم وشخص مش قادر يدير وقته فما بيعمل حاجة واحدة او اتنين يقولك يا اليوم انضرب ايه الفرق ما باللي اتنين ده قادر يدير تنقلاته بمرونة عمال يتنقل من الفكرة دي للفكرة دي لمجال الاهتمام ده انا بقى اقرأ انا بلعب رياضة انا بذاكر انا بزور ريبي كل الحاجات ادارة الوقت وكمان تحديد الاولويات وترتبها هو اللي بيفرق كل شكرا ليكي نورتينا دكتورة امل شمس استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس اهلا وسهلا ساعدتي بوجود معاكم شكرا جزيلا يا فرم شادينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرة في الفترة الاخيرة بقينا بنشوف ارتفاع في نسب وفيات نتيجة الازمات القلبية وللأسف بقى بيروح ضحيتها كتير من الشباب مع زيادة الاصابة بامراض القلب الحقيقة جزء كبير من جهود انقاذ المرضى مرتبط بالوعي باعراض المرضى واعطاء واعراض الامراض وازمات القلب وازاي نقدر نكتشفها سريعا ايه ممكن تكون طرق الاسعاف الاولية كمان علشان نقدر نتعامل مع المواقع بكل تأكيد هنتكلم عن كل هذه التفاصيل مع دكتور علاء الغمروي استشاري القلب والأوعية الدموية دكتور صباح الخير يا فن صباح الخير سيد محمد السيد زمان اهلا بحق صباح اهلا بك في البداية بقينا نشوف انتشار امراض القلب وخصوصا بين الشباب يا طرق ايه اسباب يا فن طيب احنا الاول نيجي نتكلم ايه الامراض القلب اللي بتحصل واللي بتؤدي بتكون السبب الاساسي لحدوث الوفيات النوبات القلبية عشان نعرفها بسرعة كده ان في الشرعين القلب التاجية بيحصل فيها انسداد الانسداد ده حضرتك بيسبب تلف في خلايا عضرة القلب والانسداد ده وتسببه ايه سببه ان بيحدث تراكم في الترصبات الدهنية المحتوى على كلسترول بتحدث تفاعلات داخلية فيها بتؤدي في الاخر الى حدوث جلطة دموية بتسد هذي الشرعين طيب نيجي بسرعة كده ونتكلم عن اعراض النوبة القلبية عشان برضو نعرف الناس بسرعة ان اي قلم في الصدر يعني ناخده يعني بكدية وان احنا بسرعة نتجه للطبيب ومحتاجين بس فحصات بسيطة عشان نعرف ايه ايه هذا الموضوع طيب النوبة القلبية ايه ايه طبعا اعراضها ان بيحدث الم في الصدر ويبقى دا عبارة عن ايه ايه يعني ضغط او تقل او قلب طوب على السدر او في ايه الم بيعصر او ايه والواجه ده بيمكن بيمتد الى الكتف او او الزراع ممكن يطلع فوق يعني مش مكان القلب بس لا احنا هنا لا مش مكان القلب طبعا لا هو 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 بيحدث بيبقى في في منطقة الصدر كلها وبتبقى فيها هو قلم رغيب اه اه قد يكون سككين في السدر نفسها او قلب طوب او حاجة ضغطة جامدة على ايه على السدر وممكن برضو حضرتك انه ويجي بقلم في فم المعدة نفسها عشان كده برضو مش عايزين نستهين عشان ما نخلطش بين اه نكون فهم يقولك ده فم المعدة ده ايه التهاب في المعدة مثلا او حاجة مرضى القولون كده هيتوتروا لا احنا بس ناخد ناخد بالنا ان انا ان انا في الحالة زي دي اه لازم اتطمن عن على القصة القلب بس دي بيبقى معاها مصاحب حاجات تانية حضرتك يعني مش كل الم في المعدة هيجي لي يبقى معناها كده لا بيصاحب معاها عرق اه طبعا بارد جدا ارهاق دوخة اه غسيان دي نفس اه اه هو الم لا يطاق عموما يعني اه في النساء بيبقى الاعراض فيها غير نمطية خالص قد يكون الالم بسيط وممكن يكون ال بيمتد الى اه الرقبة برضو حضرتك اه علشان نشوف كده ان ممكن الالم ده او ممكن النوبة القلبية بيتبحها اعراض ما قبل النوبة ممكن الاعراض دي تكون قبلها بساعات قبلها بايام قبلها بأسابيع ان انا بحس كده بشعور مستمر ان فيه الم في السدر كويس يبقى هنا اه اه او او دي نفس كده ايه يعني متوالي فلازم ان انا اه اه على طول اه اتجي الى الطبيب واعمل حاجات بسيطة جدا رسم قلب و و و موجات صوتية على القلب عشان نطامن على القلب بتاعي ده في حالة ان هي لها علاقة بالأزمة القلبية احنا بقى بنبقى مش عارفين الفرق بين الأزمة القلبية مش عارفين الشعور بعد الشر وبناش في كل الجلطة مش عارفين الزبحة الصدرية كلها حاجات احنا بنقى متخيلين انها واجع في الكتف هنا حضرتك ده فايدة تكشف الدوري ان انا لازم اعمل كشف دوري مستمر طب لو حصل حاجة زي كده انا مش هعالجة في البيت انا لازم اتجي بسرعة الحمد لله الدولة موفرة النهاردة خدمة كبيرة جدا المبادرة الرئيسية دعمة الحياة دعمة الحياة هنا حضرتك ان الدولة بتتكفل بهذا المريب من اول لحظة الدول المتقدمة دلوقتي من اول حدوث الالم لحد ما دخل للتدخل سواء كان الدخل العلاجي بادوية موذيبات الجلطة او بالاسطرة العلاجية ده بيحسبوها بالديئة دلوقتي لان كل ديئة بتمر لها مرضود على صحة الانسان عشان كده مصر الحمد لله اهتمت بهذا الموضوع وكانت المبادرة الرئيسية وابل مجان ان الاسعاف بيجي لك لحد عندك ان جوه الاسعاف بيتعامل الرسومات اللي جاهزة 24 ساعة عشان خطر تستقبل هذا المريض وبيتم تدخل في الحال هنا احنا بننقذ انسان بتدخل السريع جدا جدا وقبل ما تحدث له اي مضاعفات انما طبعا انا اعمل له ايه بقى في البيت لو هو مريض فعلا معروف ان هو بيعاني من امراض معينة زي الضغط والسكر وعنده سمنة وهو عارف ان الكوليسترول وعالي او كده فيه رأس بتتحط تحت اللسان بيبقى الطبيب عم عرفها له دي على طول دي بتوسع الشريعين لحين ان انا اوصل بسرعة على اتصل بالاسعاف ان هو يجي لي طب انا لقيت المريض ده حضرتك وايع قدامي لا فيه نبض ولا فيه تنفس هنا لابد اننا كلنا نتعلم الانعاش القلبي حتى في كل مكان يعني احنا جايز عملنا مبادرة ان احنا نعمل مبادرة انقاذ الرياضيين من الموت المفاجئ في الاندية الرياضية ان حتى العامل من بداية من العامل اللي واقف على البوابة للمدرب لكل الاعضاء النوادي ان هم ازاي يتعاملوا مع مريض واقع فجأة على الارض لا فيه نبض ولا فيه تنفس بقينا انا بعمل له ان انا عاش القلبي وده ده بيبقى منقذ للحياة لحين ان انا اتصل بالاسعاف وفيه اجهزة الصدمات القاربية تبقى موجودة في الاندية الرياضية دلوقتي وجاهز برضو وزارة الصحة مشكورة اطلقت اخيرا مبادرة في هذا الاتجاه طيب دكتور علاء ليه دايما الدكور اكثر عرضة لاصابة امراض القلب من الاناث اه اولا طبعا السيدات والاناث كلهم ربنا حباموا طبعا بهرمون الاستروجين ده بيحميهم من لحد فترة كبيرة من جلطات القلب بعد كده الدنيا بتتساوى في حدوث الاصابة انما نقدر نقول ان هناك عوامل اخرى كثيرة جدا لابد ان احنا برضو نشوفها ان احنا كل ما نتقدم في العمر كل ما بيكون هنا نسبة نسبة حدوث الاصابة يعني نسبة اكبر المدخنين دي مهم اوي 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 جايزنا شايف صورة هوة الرياضة احنا احنا بعودناش بنمشي خلص حضرتك يعني حتى حتى في القرى المصرية النهاردة الوسائل الجديدة في النقل التوكتوك وغيره على طول ما عادش في حد بيماشي ومنظمة الصحة العالمية هنا اوسط ايه حضرتك لابد ان احنا كل يوم نمشي تلاتين ديئة على القلب تلاتين ديئة دول حضرتك بيلهم مرضوط طيب جدا جدا على عضلة القلب مرضوط طيب على الوزن نفسه مرضوط طيب على الكوليسترول مرضوط طيب لو كان فيه سكر ده حتى بمناسبة كلام حضرتك عن الحركة والماشي وكده كانوا زمان ينصحونا ما نطلعش في الأسانسير كتير لو فيه فرصة نطلع على السلم دلوقتي بدأنا نشوف بعض الناس تقول أن الطلوع على السلم هو كمان بيؤثر بالسلب على عضلات القلب بص حضرتك ده بيؤثر في حالة واحدة بس لو كان فيه حضرتك أنا أساسا مريض قلب إنما لو أنا سليم لا يؤثر طبعا من ضمن عوامل خطورة حضرتك برضو إن أنا لو كان فيه تاريخ عائلي لحدوث إصابة قلبية في الأسرة نفسها الحاجة التانية ياريت برضو نصيحة إن إحنا كلنا فيه عندنا أرقام معينة لازم ناخد بالنا منها أولا لازم رقم الضغط إيه ضغطي أشوفه وكام أشوف السكر بتاعي أشوف يعني كان فيه مبضلة رئاسية برضو بتاعة المئة مليون صحة اكتشفك أعداد كبيرة جدا مصدقهم ومش عارفين كويس أو نبهتنا إن إحنا لابد إن إحنا نقيس ضغطنا لازم برضو شوف الكوليسترول بتاعي أو الدهون كلها على أساس إن أنا ما وصلش الحاجة زي كده السمنة السمنة دلوقتي بنعتبرها مرض من أمراض القلب ومن ضمن العوامل الخطورة الكبيرة جدا جدا الحاجة الكبيرة جدا التوتر إحنا دلوقتي يعني تحس حضرتك إن بتزيد نسبة العصبية ما بين في المجتمع ودي من ضمن الأسباب الكبيرة جدا عن على حدوث الجلطات ده استكمالا اللي كنا لسه بنقوله في الفقرة السابقة القلق الكتير والتوتر الكتير خصوصا في أيام الامتحانات مع كمان الناس اللي بتهمل فيه شرب الميا خصوصا في فصل الشتاء أعتقد يعني ده ممكن يكون من المؤثرات ربنا يحفظكم كلكم كل شكرا لك الدكتور علاء الغمروي استشاري القلب والأوعية الدموية شكرا جزيلا دلوقتي مشاهدين هنروح نتابع مع دينا أبرز وأهم الأخبار الرياضية فضل يدي شكرا محمد ودلوقتي جيم عدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا مسؤول اتحاد الكرة أكد أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري اللي هتبدأ النهاردة في الإمارات لن يتم اللجوء فيها للوقت الإضافي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام واجهتي الأهلي واسراميكا وفيوتشر مع بيرامدز ده في نصف نهائي كأس السوبر المصري واخترت لجنة الحكام محمد ده معروف لإدارة مباراتي الأهلي وسراميكا وبيعونه ساميه ليهل وسامير جمال والحكام الرابع محمود البناء بينما تم اختيار أمين عمر لإدارة مبارات فيوتشر وبراميرت وبيعونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي والحكام الرابع محمد عادل النادي الأهلي أدى ميرانو الأول في الإمارات استعداداً لخوض مبارات سراميكا النهاردة في بطولة السوبر المصري الأبطال ونشرت الصفحة الرسمية الأهلي فيديو لميران الفريق الأحمر في أبوظبي مبارح ده استعداداً لمواجهة سراميكا علق محمد الشنوي قائد الأهلي على مواجهة فريقه أمام سراميكا النهاردة في نصف نهائي كأس السوبر المصري الأبطال بالإمارات وتكلم الشنوي في المؤتمر الصحفي أن الفريق مستعد لمباراة لكن التحضير لم يكن أفضل شيء ده بسبب الضغط المباريات لكنهم بيصعوا بكل تأكيد للظهور بشكل جيد والتأهل إلى النهائي وحصد السوبر أضف كمان الشنوي أنهم قدموا بطولة جيدة مباراة قوية في كأس العالم الأندية وبيرغبوا في مواصلة العروض القوية حرص أيمن الرمادي المدير الفني فريق سراميكا على توجيه شكر لدولة الإمارات لاستضافتها بطولة السوبر المصري الأبطال وأكد أن اللاعبين سراميكا جاهزين للمباراة وقال كمان أنه بيحترم تاريخ الأهلي لكن الاحترام ده بيحتم على فريق سراميكا العمل بجدية وتكلم أن الفوارقة بين الفريقين وقال كمان سراميكا فريق كبير والأمر المتوقف على الأداء في المباراة فريق بيراميز اختتم تدريبات أمبارح استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري لأبطال في شكلها الجديد وقيم الميران على ملعب محمد بن زايد بن نادي الجزيرة في أبوظبي واستمر لمدة ساعة واجتمل على وحدات تدريبية خفيفة على أرضية الملعب فريق تشيلسي خسر أمام وولفل هامتون بنتيجة اثنين واحد في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة تعشر من الدور الإنجليزي ممتاز بنتيجة دي تشيلسي 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدور الإنجليزي وولفل هامتون في المركز 11 بفرق الأهداف فقط عن تشيلسي وبكده خلصت جولتنا الرياضية محلين وعالميا وهنرجع مرة تانية لمحمد ومنا علشان نكمل معك فقرات سبع خير يا مصر شكرا لك يا زينا هنستكمل بقى كلامنا مع دينا والكلام اللي دينا بتقوله النهاردة عشاء الكورة المصرية بتنتظر انطلاق بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد واللي هتقام السنة دي بمشاركة أربع فرق وهم الأهلي وبرامنز وفيوتشر وسيراميكا وحيلعب النهاردة الساعة 3 وبرامنز وفيوتشر والأهلي وسيراميكا حيكون مبارتهم الساعة 7 بالليل ما فيه شك إن كل فرقة من الفرقة الأربعة مننا عندها دوافع للفوز بهذه البطولة عايزين نتعرف طبعا على تفاصيل المبارتين من ضفنا اللي موجود معنا عبر زوم الأستاذ رضا سليم الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية صبع الخير عليك صبع خير وصبع خير على كل أهل مصر بسم محمد بسيطة لنا ونقم بسعيد إن شاء الله يا أهلا بيك زي ما كنا منتكلم كل فرقة من الفرق الأربعة عندها دوافع خلينا نبدأ بالمباراة ما بين بيرامدز وفيوتشر إزاي شايف هذه المباراة والفرقتين بيسعى لتحقيق أول لقب في السوبرليه الحقيقة قبل من التكلم على المباراة الأولى لقد قم الساعة 5 بتوقيت المرات والساعة 3 بتوقيت مصر لازما نوجد شكرا لكم الإمارات إنها باستطيق الصوبر المصري ينتكلم على للمرة السابعة وهذا يعتبر ربط جبيل كبير جدا يكف إن شعار الصوبر في الإمارات الإمارات ومصر قلب واحد تحقق مبلس عوظامي الرياضي عمل هو كبير جدا لإستقبال الفرق وغير المقولة في محفحوها بجل أو شكلها تجيل عمل شغل كويس بأرمع فرق بدل بالفريقين بحقيقة استعداد كبيرة جدا على مستوى التدهيز والتنظيم لو جينا نتكلم على مفروع المباريات والمواجهات الفنية طبعا كلنا عارفين إن الفرق الأرباح عندهم طموح يوصلوا للنهاء المباراة ما بين برامس وفيوتشار دي مباراة تعتبر المباراة العودة لكده للفريقين لإن كده الفريقين نتائجه بفقرة لكده ما كانش كويسة على مستوى برامس على مستوى دوري العطال ولا فيوتشار الفودرالية فالنتائج متراجعة حتى على المستوى الدوري باتشوك مدرب برامس أكيد تحضره كبيرة جدا وكلام كبير جدا إنه لو محققش كأس السوبر المرة دية هيتم إقالته ده الكلام اللي بدور في الكوانيس بالنسبة للجماعين كمان عندنا بالنسبة لي فيوتشار فريق بداخل معندوش بيلعب كل الأورياء معندوش مشاكل فيه إنه يلعب معندوش دقود بحاول يطلع بأفضل نتيجة ممكنة خاصة إن فريق معندوش جايبات كتيرة إن تلقلنا لو كلمنا عن برانس كامل من عدد لكن فيوتشار بعد اللي بدل بسيطة المأهودة عنه بس ده يمكن نقول إن ده أول منافسة للفريقين سواء بيراميز أو فيوتش المتخيل إنهم حيبوا عندهم نية إنهم يظهروا فنيات اللعب عندهم جدا علشان يبقوا على مستوى الحدث المرحلة هنا تجوى بصراح يمكن تشجع جدا سواء التدريبات سواء المعلويات سواء الجمهور الجليا المصري لتحضر يعني تلاقي جماهير المصرية بتحضر مش مهم هي تتبع فريق ايه وتشجع فريق ايه فده بيرفع معنويات الفرق الاربعة موجودة جامعة الاربعة موجودة بقوة في التدريبات جماهير موجودة في سيد محمد بزاد في التدريب الأخير أمس يعني بصراحة الأجواء هنا تشجع اللعب سواء الملعب والتنظيم فكل فريق عنده تموها موجودة تموها ما فيش فريق جاي بطول عشان يغسروا الروح ما فيش فريق جاي يلعب على المركز التالي كل الفرق هدفها واحد وهو الوصول للبرى النهاية للصور طيب مين أقرب للفوز في هذه المباراة سيد محمد لو نتكلم عن وراء الفنيات لعب الكورة طيما بنقول على البرى برامس هو الأعلى لكن في نفس الوقت نقدر تقول في يوتشار ما عنده تقول بتاعت برامس يعني على الأرض الواقع نقول على الوراء يعني انت لو تذكر المباراة الأهلي والاتحاد السعودي المحللين ترجموها قبل المباراة فوز الاتحاد السعودي بس العالم بالنسب الكلام بالنسب السبعين إلى تلكين بالتحليل الأهلي فاز بسلسين الكلام لأن المحللين كانوا بيحللوا أداء الأهلي خلال كام مباراة اللي فاتوا في الدوري المحلي ومبصوش لتاريخ النادي الأهلي وقدرته على تخطي المباراة الكبيرة اللي بالشكل ده لا أسيد محمد هم مبصوا للقيمة السوقية لكل فريق على ترانس في مركز يعني قيمة تسوية لديهم بلزين وعندهم لعبة كثيرة وكانت اللعبة تتفوق في القيمة السوقية لها على لعبة الأهلي وبالتالي الموازنة الفنية جاء بناء على القيمة السوقية لكن الآن طريق كبير والأهلي قدم مباراة من أربع المباراة في كاريخ الفاس العالم الأهلي وفاس الجلالة هذا الكلام الذي ينطبق على برامس وفوتشا عندما يقول هو الطموح فين لا فالطموح في أرض الملعب على مدار 90 دقيقة يقدر أي فريق قدم وقد يقدر أي فريق فوز ونقدر نشوف مفاجآت كجرة جدا في المباراة خلينا نتحول الأهلي وسيراميكا متخيل المرة دي كولر حيعمل إيه لعيبته ما لاحقيتش تستريح ولا حضرك شايف أنهم استريحوا بما فيه الكفاية من آخر المباراة مع أورا وطبع الجبائي نتكلم على الأهلي الجماهير والحلوة جدا اللي جاد الأوزابي هنا وستمتعة باللعيبة والبايت لها على البرماتية الرابعة في كسر العالم الهندية الأجواء محفزة ومشجعة لعيد الأهلي بالطبيع أن الأهلي اتعرض لأنها تجير جدا ويدخل البطولة بشكل سريع وكان ده سبب نخليه يطلب التأجيل المباراة 24 ساعة لكن الحقيقة أن ظروف صعبة جدا منع التأجيل المباراة يعني الأهلي التي عايز يكون المباراة في النهاية يوم 29 لكي يأخر يوم واحد يريع في العجل لكن مجلس أبوظابي مرتبط أو هنا في الدورة بحد الكورة ودورة المتاركين يوم 29 هذا الصوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشرب الحاجة الثانية في استعدالات لمجلس أبوظابي رياضي مع مرس زايد في مصر دي من الحاجات التي هي منعة التعديل البسيط منذ 24 ساعة بسبب تاراكم في الأجندة وبالتالي الأهلي يأخذ كل المباراة بنفس شعاره وهو الفوز هل حدوك شايف أنه النادي الأهلي الأقرب لحصد هذه البطولة خصوصاً لما نتكلم عن تاريخ البطولة هي أقيمة 20 مرة النادي الأهلي يخذ 13 منه نحن نتكلم على الحصوص نحن نتعلم أن المدرب سراميك في البطرة هو أيمان الرمادي أيمان الرمادي له تاريخ في الدورة الإماراتي حفظ الملعب بيه وقال كرة جداً في الدورة الإماراتي ولعب بيه على نفس ملعب محمد الزايد الذي يرى في المباراة وعنده فيم تدريبي عالي وعنده طموح بمجموعة من العيبة الموجودين معاه حتى أن العيبة كلها تقريباً مش يبقى عنه في أي مغيابان لكن في نفس الوقت هو بيلعب مباراة مأضر الفريق الأدام احترام الخصص وبالتالي عندما تيجي تقول من يفوز الأهل طبعاً على الوراق الأهل يفوز على الوراق الأهل يفوز لكن المباراة في الملعب التسعين دقيقة قدام لعب السرعيق بطموح أنهم يوصلوا النهاية لأول مرة في تاريخهم زي ما يشاركوا في البطولة لأول مرة في تاريخهم أنهم يعملوا إنجاز تاريخي أعتقد الأهل زي نقول بنوعة الخليجين الأهل بما الحضر أي كده الغيابات الأهل في المباراة أعتقد أن الأهل بدافع الجرنزية الرابعة في مجال الأمدية جاي يفرح جمهيرو لعيب سيراميكا في المباراة أيه النهاردة والمطلوب من لعيب الأهل في المباراة أيه النهاردة خلينا نتكلم على أهلية في النهاية هي خطة خطة تدريبية للمدارية لو رحنا لكلر مثلا كولر بيعي بعيد عن خطة فانية ورح واجه رسالة على سوشال ميديا لجمهير نادي الأهلي عشان يحضروا وقال لهم أننا رسالة لجمهير الأهلي حاليا في الإستادو بنون روح يعني نحن موجودين في النادي أو في الملعب بدون روح أو الحياة ونحتاجكم غدا في المدرجات دعمي لنا الكلام نحن على وقاع دعوة وسائل الواصل الاجتماعي المدرب عنده طبعا فكر جئير وعنده لعيبة ينفذوا الفكر الفني في أرض الملعب سواء في الدفاع أو الحجوم أو شغل التكنيك اللي في الملعب في نفس الوقت أيمن الرمادي يعرف إمكانيات لعيبة جدا ويعرف إمكانيات كل دائم وتوظيفهم في المباراة أعتقد أنه سيكون ركابة على عدد من لعيبة الأهلي من جانب لعيبة السراميكا أيمن الرمادي كان لديه اجتماع الصباعي مع لعيبة السراميكا لنحضرهم الخطة في الفندو ونفس الوضع بالنسبة للنادي أهلي إن شاء الله نتمنى بالدرجة الأولى بإدعان النتيجة أن تصل على المباريات بشكل على المستوى الفني على المستوى التنظيم وعلى المستوى الجماهيري بسلوك أو شكل يقدر أو يرفع قيمة الكرة المصرية أو يقول صورة الكرة المصرية برّة في الخارج يجب أن نعرف أن الصوبة هي مباراة ترفع تعار الإمارات ومصر قلب واحد وبالتالي يجب أن يكون صورتنا في المدرجات وكالب المدرجات وفي الملعب واللعيب وتصرفاتهم صورة مثالية جاء لكل نتمنى طيب زي ما كانت مننا بتتكلم مع حضرتك دلوقتي نتيجة إجهاد اللعيبة لعيبة النادي الأهلي في كاس العالم الآن ديها ثلاث مباريات ومباريات تقيلة الثلاثة وورا بعض كولر هيريح بعض اللعيبة يعني هينزل بأكرم توفيق مكان محمد هاني أليو ديانج هينزل مكان كوكا لأن كوكا بيعاني من الإجهاد عنده بعض الترتيبات والتغييرات اللي هيدفع بيها من البداية شايفني دي ممكن تؤثر على شكل النادي الأهلي لا لا أعطاك هذا لسبب واحد الفريق محمد الفريق القوي والفريق اللي عنده دكة قوية الفريق اللي يقدر يكمل في البطولات والفريق اللي عنده لاعب جاهز على الخط بره الأهلي عنده فريق تاني موجود على الدكة بره وأي لاعب ينزل في جلب اسمانين في النادي الأهلي وينزل في الملعب بيقادي بنفس اللاعب الأساسي وأعتقد أنها أنا بشوفها أنها إيجابية وخورصة للعيبة اللي موجودين على الدكة أنهم يثبتوا وجودهم الحاجة الثانية هو فكر قدر في أنه يدفع باللعيبة للصف الثاني يبدأ بيهم على اعتبار أن جريع اللعيبة اللي راجعين من مجال عندها وفي نفس الوقت يجهزوا للنهاية كسر صوبر اللي هو هيكون نيباً خمسة شغل كل التوفيق للأربع فرق النهاردة مستنين نتفرج على كرة حلوة ونستنين نستمتع بكرة مصرية حلوة تشرفنا في كل مكان وتخلي جمهور الكرة المصرية كله مبسوط وسعيد ويسعد بمتابعة المباراة كل شكرا لك الأستاذ ريدا سليم الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية شكرا جزيلا لحضرتك دلوقتي بشتنا مجاز الأهم الأخبار مع دينا شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمراري في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالية للموازنة العامة وجه رئيس السيسي بتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية كما شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين قال عضو في حركة الجهاد الفلسطينية للرويترز إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز على سبل إنهاء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواصل معبر رفح البري استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ودخلت إلى الجانب الفلسطيني ست شاحنات وقود وعدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية فيما اصطفى عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة كما استقبل ميناء رفح الجرحة الفلسطينية ومرافقهم للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يقصف الطرق بين المخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لإعاقة وصول سيارات الإسعاف في الأماكن المستهدفة يأتي ذلك بعد استشهد أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تواصلت تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي القصص بمخيم جبلية شمال قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الأفراد والأتاد نتيجة تلك المواجهات التي وقعت أيضا في خان يونس ومناطق أخرى بالقطاع ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال مقترب جنديين وإصابة آخرين في تلك الاشتباكات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الدفة الغربية ففي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المدينة ودهمت عددا من المنازل وسط إطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهات وفي مدينة رامال اقتحمت قوات الاحتلال لمخيم دير عمار وسط اشتباكات مع عدد من الشبان ورياضيا يلتقي الأهلي اليوم مع سراميكا كيلو باترا في دور نصف النهائي من بطلة كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات وفي مباراة أخرى بدور ذاته يواجه برامت فريق فيوتشر والتقي الفائز من المباراة يوم الخاميسة المقبل في نهائي كأس السوبر الذي يقام لأول مرة بشكله الجديد ختم مجزئات تاسعة فاصل وأنا أعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر عيد ميلاد وسط الأنقاض وإلغاء احتفالات بيت لحم ده كان الأنوان الأبرز في أغلب الصحف العالمية واللي اتكلمت عن إلغاء احتفالات عيد الميلاد هذا العام وعدم موجود السياح والحجاج اللي كانوا بيحتاشدوا عادة في ساحة المهد خلينا نستعرض في جولة كده أو نستعرض جولة في الصحفة العالمية المشهد اللي تنقلته وسائل الإعلام معنا على تليفون أميرة سيد صحفية بجريدة الإيجيبشن جزات صباح الخير على حضرتك صباح نوريا فاند خلينا نبتدي مع بعض على طول من الديلي ميل تحت عنوان الليلة لبنة في بيت لحم البابا فرانسيس بيناشد السلام خلال قدس عشية عيد الميلاد وبيستنكر منطق الحرب العقيم مع احتدام الصراع في غزة خلينا نعرف أبرز رسائل بابا الفاتيكون في خطبته الحقيقة أنه الشعب الفلسطيني بيعيش أحلك وأقصى بالأوقات خلال جراء الاعتباء الإسرائيلي بيستمر للشهر الثالث على الثواني وبالتالي كما أشرت حضرتك أنه مثل هذه الاعتباءات والأوضاع المأسوية في فلسطين ألقى بظلالها على احتفالات عيد أميلاد بشكل عام ورسالة بابا الفاتيكون بشكل خاص وحيث وجه عدة رسائل طبعا همة خلال قدس منطقة الليل في كاتب رئيس القدس بوتروس وكان بحضور حوالي أكثر من ستة ألاف شخص الحقيقة أنه البابا فرانسيس بشكل واضح أكد رفضه تاني منطق الحرب العقيم وتلاحم الأسلحة وأكد أنه ده بيتناقض مع رسالة السلام وأن أمير السلام يرصب منطق هذا الحرب وتلاحم الأسلحة الحقيقة أنه مثل هذه الرسائل بتأتي اتفاقا مع ما دعا إليه البابا فرانسيس خلال الأيام الماضية حيث دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وأكد أن سكان الأرض التي ولد وعاش فيها المسيح يعيشون الآن عيد الميلاد في ألم وحداد وأكد على ضرورة إيصال المساعبات الإنسانية إلى غزة هي كمان أنه في خطبته الأخيرة عيشية عيد الميلاد أكد البابا فرانسيس على ضرورة تأتيت مبدأ العدالة وأن العدالة لا تتحقق من خلال إظهار القوة وأن الله يستثم بالقرب والمحبة والحلال فلابد أيضا من أن ينعم شعب هذه الأرض المقدسة بهذا السلام بالتأكيد كانت رسائل واضحة وفي ظل أيضا الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية على قطع غزة طيب هنروح مع حضرتك للتايمز البريطانية تحت عنوان العام في الرسوم الكاريكاتيرية من قطع غيار الأمير هاري إلى قضايا ترامب لو تكلمين حضرتك عن أهم أحداث الكاريكاتير في رسوم التايمز الحقيقة في الكاريكاتير هو حاول أنه يصل وتضاء على أبرز الأحداث إن حصلت خلال عام 2023 كما هو موبح من العنوان أشار إلى الكتاب أو المذكرات التي أطلقها الأمير هاري تحت عنوان سير أو الإحتياطي وتحدث فيها عن العديد من الأسرار التي أثارت جدل واسع خلال الفترة الماضية على سبيل المثال للحصر خلافه مع العائلة الملكية أيضا أبرز معلومات عن فدماته العسكرية في أفغانستان أيضا العنوان أشار إلى القضايا التي تواجهها الآن الرئيسة الأمريكية السابقة دونالد ترامب وهي أيضا يعني من الأمور التي لقصت تنصية أعلمية وسعة النطاق حيث يواجه عدة تهم منها الإحتيال والتربط خلال فترة توليه الرئاسة وأيضا محاولات تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حيالة جانب هذين الخبرين هو أيضا الرسوم الكاريكاتورية أشارت إلى عدد من التغيرات السياسية في بريطانيا فأشار أيضا إلى عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى المشهد السياسي من خلال بوابة السياسة الخارجية وكان أيضا هذا الأمر مطير إلى الجدل كان ديفيد كاميرون هو رئيس الوزراء البريطاني يعني من فترة حوالي من 2016 إلى 2016 والآن عاد إلى المشهد مرة أخرى. كمان تناول الحدث الأبرز وهو تدويج الملك تشارلز الثالث وكانت هذه الاحتفالية طبعا الأولى من نوعها منذ 70 عاما في بريطانيا وذلك عاقب وفاة الملك إليزاريث. الرسوم الكاريكاتورية أيضا تطرقت إلى ما يحدث من ضحايا الفروض تطرق إلى الأزمة الأوكرانية الرئيسية وأيضا ما يحدث الآن في قطاع غزة طيب خلينا نتحاول لديلي تيليجراف والتيليجراف البريطانية بتقول مراجعة العام عشرين تلاتة وعشرين العنوان كان بيقول عشرين تلاتة وعشرين لم تكن كارثة بالكامل 14 حدث هام خلالها لو تكلمنا عن أبرز حصاد العام من وجهة نظر الديلي تيليجراف الحقيقة أنه كان في أحداث مشتركة يعني القضايا والاتهامات الموجهة لرئيس الأمريكي جنالد ترامب أيضا مذكرات الأمير هذه كانت من ضمن الأحداث الأبرز والتي سلطت عليها تيليجراف أبضل لكن كمان كان هناك بعض الأحداث التي كانت أشعرت مواقع التواصل المجتمعي في بريطانيا يعني مثلا اختفاء السيدة نيكولا برغي واللي كان هناك عديد من الأسئلة حول أسباب اختفائها كمان تناول عدة أحداث مأساوية أخرى يعني الزرازل التي حدثت على الحدود السورية السوركية كانت أيضا ضمن الأحداث الأبرز والتي صلطت عليها في الجراف الضوء كان هناك أحداث أخرى ثمية على سبيل المثال ألقت الضوء على أن هناك أول ممثلة أسيوية كانت تفوز بجائزة أسكر هذا العام أيضا صلطت الضوء على أن الهند الآن تجاوزت أصيل من حيث عدد السكان أيضا موضوع التغيرات المناخية كانت محل اهتمام الفليبراف ضمن الأحداث الأبرز أكد أن شهر يونيو كان هو شهر الأكثر حرارة في تاريخ بريطانيا وأشار أيضا إلى الحرائق الغابات التي حدثت في اليونان في الجزائر وغير ذلك من تبعات التغير المناخ كان هناك أيضا بعض الأخبار مثل أن نيويورك أعلنت لأول مرة عن تعيين مسؤولة لمكافحة الفقران كانت من الأحداث أيضا التي لاقت رواجا كان أيضا تعامل بريطانيا مع أزمة كورونا من ضمن الأحداث التي تم تصيص عليها الضوء لأنه الإجراءات أعلنت أنه حصلت على أكثر من 100 ألف رسالة بتؤكد أن هزير الأصدق البريطاني هانكو أخطأ في إجراءات الإجراءات الوقائية لأزمة كورونا مثلا أنه كان يرصب إجراء اختبارات المتعلقة بكورونا لأنه الزلاء في دور الرعاية كانت أيضا هذه القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فكان هناك العديد من الأحداث سواء كانت سياسية أو اجتماعية التي سلطت عليها الإجراءات خلال هذا العام طيب أستاذ أميرة يعني مصر دائما ما تواجه تحديات وتهديدات كثيرة على الحدود من الخارج وإحنا دلوقتي بنشوف طبعا نتيجة ما يحدث في قطاع غزة لو هنروح لبي بي سي ومن ذكرى عيد الناصر على العدوان الثلاثي بتكشف عن وثائق جديدة بتؤكد أن إسرائيل وفرنسا وبريطانيا كانوا بخططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس لو حدكت تكلمين عن هذه الوثائق وما كشفت عنه وأهميتها كمان بالتأكيد زي ما حضرتك أشارت الوثائق دي يمكن الإعلان عنها جاء في توطيط يعني أهم من الغاية في الوقت بتواجه فيه مصر عدة تحديات حقيقة أن الوثائق دي أعلنت بشكل ورح وطريح أن العدوان الثلاثي على مصر الهدف المعلن كان هو السيطرة على قناة السويس ولكن كانت أهداف أخرى غير معلنة وكانت من أهم هذه الأهداف هو تدمير مصر سياسيا وقتصاديا والإطاحة بنظام رئيس الراح الجمال عبد المصر وتأسيس لنظام جديد هي أنه من المعروف تاريخيا أنه عندما تم تأمين قناة السويس عام 1950 تحديدا في شهر يوليو جاء هذا العدوان الثلاثي في شهر أكتوبر ربا على هذا القرار وكان العدوان الثلاثي تحت عملية المشمع عملية الثالث لكن هذه الوثائق أعلنت أنه أن الإعداد من عدوان الثلاثي جاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان تأمين قناة السويس وكان بحضور قائد قوات تحالف العدوان الثلاثي هي كمان أي المذكرات أو الوثائق دي تم الإعلان عنها كشفت تطفيل من نشر هذه الوثائق دلوقتي وهذه الوثائق تابعة لوزارة البكاعة البريطانية واللي تم نشر عنها حاليا خلال هذه السطرة من خلال مواقع دي 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 وأيضا تناولتها عدد من المواقع الإخبارية الأخرى حقيقة أنه يعني عودة إلى الوثائق مرة أخرى أنها أعلنت عن تتصيل كمان الهجوم اللي هو كان مش بس هجوم عسكري ولكن أيضا شن حرب نفسية إلى جانب أيضا التأثير على إمداداتها مياه النيل وكانت تفاصيل أيضا للهجوم على المخصطات على الأماكن الحيوية وأهداف الحيوية في مصر كمان تناولت هذه الوسائق رجل فعل الولايات المتحدة الأمريكية وثقا لما تم إعلانه أو لما ذكر في هذه الوسائق أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت فرا يعني سارانتها وبريطانيا إسرائيل من نتائج وتبعات هذا العدوان السلاثي والهجوم العسكري على مصر وأن هذا سوف يشعل الرأي العام ضد الدول السلاث فلابد من توخي الحضر كمان كان هناك القاء للضوء على رد سعر لتحالف شمال الأفلاسي واللي كان عبر عن السياء من التنسيق مع إسرائيل سرا تنسيق البريطانيين سرا مع إسرائيل لشن هذا العدوان السلاثي وده طبعا لو بيؤكد حاجة فبيؤكد ما أشوف ليه حضرتك أنه يعني على مدار تاريخ مصر دائما معرضة لعدد من المؤامرات الدولية وتواجه عديد من تحديات الأمن القضو ولكن مصر كانت ونزلت قادرة على مواجهة هذه التحديات بالتأكيد كل شكرا لكي الأساسة أميرة سيد صحفية بجريدة الإيجيبشن جزات شكرا جزيلا لحضرتك بالوقت المشاهدين سنذهب لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرة أكثر من 80 يوم مروا على الحرب في غزة وما زالت القوات الاحتلال بتواصل عضوانها على أهالي القطاع وزي ما قلنا لحضرتكم في بداية الحلقة أن فيه تقارير انتشرت في الصحف وفي المواقع الإسرائيلية والأمريكية كمان بتقول أن فيه مخطط لعملية عسكرية برية حتبتدي من معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع في اتجاه معبر رفح على امتداد محور صلاح الدين أو صلاح الدين أو اللي بيطلق عليه محور فلادلفيا طبعا فيه مصدر مسؤول نفع أي تحركات في هذا المخطط لأن فيه ترتيبات أمنية موقعة بين مصر وإسرائيل هي اللي بتحدد طبيعة انتشار القوات على امتداد محور صلاح الدين أو محور اللي بيطلق عليه عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا مينا طبعا عن هذا الموضوع هيعرفنا عليها الأستاذ كرم سعيد خبير الشؤون الإقليمية بالأهرام صباح الخير عليك يا أستاذ كرم سباح النور يحمد يا أهلا بحضرتك قبل ما نتكلم عن الترتيبات الأمنية ياريت نشرح السادة المشاهدين هذا المحور سبب تسميته بهذا الاسم وموجود فين بالضبط محور في اليدليفيا بيمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا هذا بطول 14 كيلو متر يعني طول الشريط الحدود بالضبط ما بين مصر وقطاع غزة هذه المنطقة بموجب اتفاقية السلام الموقعة في العام 79 ما بين مصر وإسرائيل يفترض أنها منطقة عزلة كانت هذه المنطقة وهذا المحور تحت السيطرة الإسرائيلية خاصة بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في العام 2005 يعني حصل ما عرب بخطة فك الارتباط عندما قرر الاحتلال الإسرائيلي موادرة القطاع وفي هذا التوقيت تم توقيع اتفاقية أمنية مع القاهرة بتضمن إسناد المسئولية الأمنية لهذه المنطقة العازلة للدولة المصرية وكان هناك ترتبات أمنية تضمن 12 750 جندي مصر وهي قوة شرطية وليست قوة عسكرية يعني كان تم الاتفاق على طبيعة التسليح الخاصة بها وهذه القوة كان مموت بها تأمين هذه المنطقة من العمليات الإرهابية وما يحدث من جرائم على الحدود بالفعل قامت الدولة المصرية بتأمين هذه المنطقة لكن بعد فوص حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006 سيطرت حركة حماس على هذه المنطقة وأصبحت حماس أو الحكومة الفلسطينية التي تم تشكيلها في 2006 هي المسؤولة عن تأمين هذه المنطقة طبعا مع تطورات الأحداث وبعد عملية طفان الأقصى والممارسات الإسرائيلية على القطاع وسعي إسرائيل إلى الإمساج بكل المفاصل والمداقل التي تؤدي إلى قطاع غزة أصبح هناك حديث إسرائيلي الآن لإعادة السيطرة على هذا المحور من جديد لكن في الحقيقة أني الأمر لن يكون طبعا عبسيا هناك هذا الأمر لإعادة سيطرة إسرائيل على محور في ردليفيا مجددا أصر أني بيتطلب ترتيبات سياسية وترتيبات أمنية خاصة هناك اتفاقية موقعة مع مصر في العام 2005 إضافة إلى أني مساع إسرائيل للسيطرة على هذا المحور وحرص إسرائيل الآن وبذلها كل ما يمكن من جهود للسيطرة على قطاع غزة بيصير الشكوك في هذا التوقيت يعني خاصة إسرائيل بتسعى إلى موضوع التهجير وتسعى إلى طرد سكان خطاع غزة هناك شكوك في الحقيقة حول الترتبات الإسرائيلية سواء من النحية السياسية أو الأمنية صور أن هناك انتباه لدى الإدارة المصرية في هذا السياق المزعم الإسرائيلية بتقول أنه الهدف من الفكرة من طرح فكرة السيطرة على هذا المحور أنه بعد سيطرة حماس عليها لفترة كانوا تم حفر مئات يمكن نوصل لألاف الأنفاق وهي اللي كانت تمثل تسروريا الحياة للموجودين أو للمقيمين الفلسطينيين موجودين في قطاع غزة اللي بيعد يعني عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني فهم متخيلين أنه ما زالت هناك العديد من الأنفاق وأنه بالسيطرة على هذه الأنفاق قد يعني يسرعوا وطيرة الحرب أو العدوان على غزة حسب المزعم الإسرائيلي شوف الحقيقة أنا تأديري أني الطرح الإسرائيلي منذ عملية 7 أكتوبر ودخول إسرائيل إلى قطاع غزة والتواغل البر والمجازر والجرائم التي ارتكبها لإحتلال إسرائيلي في قطاع غزة بتكشف عن زيف هذه إدعاد إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر جرائمها في القطاع إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر العملية العسكرية التي تقوم أنا في تقديري أني الأهم أن إسرائيل تحاول تبرير فشلها في العملية العسكرية التي أطلقتها على قطاع غز. إسرائيل في البداية وكان هناك بالمناسبة حجم ثقة كبير لدى المجتمع الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي وفي قوته الأمنية أنه يستطيع أن يحقق انتصار سريع على المقاومة الفلسطينية. وبالتالي كانت الأهداف المعلنة في هذا التوقيت القضاء على حماس تدمير الأنفاق. الإفراج عن الأسرة. الحقيقة مع بدء العمليات العسكرية وبدء المواجهات والمواجهات المضادة ما بين المقاومة وما بين إسرائيل. حتى هذه اللحظات لم تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجاز ملموس على الأرض. يعني لأول مرة نتنياهو قبل أول من أمس يعتارب بأن الكلفة البشرية كبيرة. وأن هناك الخسائر بشرية كبيرة. وأن يشاطر ضحايا العائلات والذين فقدوا أبنائهم في هذه المواجهات. حصلت إسرائيل على دعم غير مسبوك من الولايات المتحدة والقوى الغربية بعد عملية طفان الأقصى. على المستوى السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عطلوا كل القرارات التي قدمت في مجلس الأمن الوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية. على المستوى العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معونة 14 مليار دولار لإسرائيل. وقدمت الكثير من الأسلحة لإسرائيل. وتم إرسال مستشارين عسكريين إلى إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية روجت للسردية الإسرائيلية عن ما يحدث في القطاع وجانب من الإعلام الغربي تبنى السردية الإسرائيلية. ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل إنجاز ملموس يغير المعادلة الأمنية والسياسية في قطاع غز. إسرائيل دائما كانت تذهب إلى حرب خاطفة تحقق إنجاز. ثم تعود اليوم الحرب دخلت يوم السمانين. ولم تستطع إسرائيل أن تحقق ما ترجوه من أهداف. وبالتالي هنا فكرة التحول في خريطة الأهداف التي كانت بتطرح إسرائيل. اليوم التحدث عن سحب جانب من القوات العسكرية من القطاع. وبالفعل تم سحب جزء من أحد الألوية. الحديث عن عمليات نوعية. الحديث عن الإمساج بمداخل قطاع غزة. سواء من ناحية الحدود المصرية مع القطاع. أو من ناحية معبر كرام أبو سالي. أو من أي اتجاه. خنق القطاع والسيطرة على كافة المعادلة. هناك كمان تحول يا سيد كرام فيما يدور فعليا على الأرض. يعني تحولت من الحديث عن معارك تخضها مباشرة على الأرض. إلى بعض التصريحات المزيفة التي تخرج من الجانب الإسرائيلي. بقيامهم بعمليات عسكرية في هذا المحوط. هل هذا يقنع طيب المواطنين في إسرائيل؟ الحقيقة أنا في تأديري أن الإعلام الإسرائيلي الموالي. لحكومة الحرب اليمنية المتشددة. يحاول أن طوال الوقت أن يصدر صورة نمطية مختلفة لهذه الحكومة. هناك حالة انقسام شديد داخل المجتمع الإسرائيلي. درجة الثقة في المجتمع الإسرائيلي لم تتراجع فقط في حكومة نتانيا. وإنما تراجعت في المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي. كان هناك عقيدة دائما لدى المواطن الإسرائيلي. بأنه يمتلك الجيش الذي لا يقر. هذه العقيدة انهارت للمرة الثانية. المرة الأولى في 73. والمرة الثانية في أحداث 7 أكتوبر. جهاز الاستقبارات الإسرائيلي كان مصنف ضمن أقوى أجهزة الاستقبارات في العالم. اليوم هذه الأجهزة الأمنية أصبحت على المحك. وبالتالي نتانيا والأزرع. بتكشفت الدعاية. بيقوم به جيش الاحتلال دائما هي دعاية. هم الجيش الأقوى. وإحنا شايفينهم الصحيح. هم الجهاز المخابرات الأقوى. وإحنا برضو شايفينهم في الصحيح. وبالتالي الأزرع الإعلامية الموالية للحكومة. طوال الوقت بتحاول أن تصدر صور انتصار لهذه الحكومة. سواء من الناحية السياسية أو على الميدان. لكن عمليا احتراف الجيش الإسرائيلي نفسه. احتراف نخب عسكرية إسرائيلية. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق. تحدث عن ضرورة إعادة النظر في الخطط العسكرية الإسرائيلية. وضرورة النظر في ما يتعلق بعلاقة إسرائيل مع القطاع. وأن الحرب المستمرة على القطاع. لن تحقق اختراق في تحقيق الأمن الإسرائيلي. هذه الحرب صحيحة طويلة. لكن ليست الأولى من نوعات. طوال الفترة الماضية شنت إسرائيل العديد من العملات العسكرية. لكنها لم تحقق الأمن. وبالتالي هذا بيرجعنا لما يطرح من ضرورة حل سياسي. وضرورة أن تدرك إسرائيل أن احتلالها لأراضي الفلسطينية لن يحقق لها الأمن. فكرة السيناريو اللي بتحاول تطرحه إسرائيل. أو أنها تبث شائعات بحيث لجس النبض. يعني زي ما بيتقال. أعتقد أنها غير مطروحة. بالنسبة لنا على الأقل الجانب المصري. لأن بمنتهى البساطة لن يقبل أبدا الجانب المصري بأبدا المساس بهذا الشريط. وإلا يعني ده حيعتبر تصفية للقضية الفلسطينية. بالإضافة طبعا إذا حيمس بالأمن القومي المصري. هو في الحقيقة كمان يعني مش تصفية للقضية الفلسطينية. وبس. وده عودة سيطرة على أمن القومي المصري. لإني في الحقيقة يعني الحديث عن سيطرة إسرائيل مجددا على معبر صلاح الدين. اللي هو معبر فليدليفي. ووجود قوات إسرائيلية مجددا على هذا المعبر. في ظل عمليات الإبادة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. وفي ظل ما تطرحه إسرائيل وتتشبز بها عن قطط لتهجير القطاع. أصدر أنه يصير الشكوك حول وجود قوات عسكرية في هذا التوقيت على المنطقة العزلة. وطبعا هذه المنطقة هي المفروض أنها منطقة عزلة بمجب اتفاقية السلام. لكن سلوكيات الحكومة الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية التي تنخرط في عمليات إبادة. ولا تتورى عن الإضرار بمصالح محطة إقليمي. صار أنها بتسير قدر كبير من الشكوك. وفي نفس الوقت هي تعبر أو تكشب عن حالة الضعف التي تشد إسرائيل في هذا التوقيت. مع انطلاق العمليات الحسية في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب. إسرائيل حاولت أن تصدر هذا الأمر على أنه لا يمس المصالح الإسرائيلية فقط. وإنما يمس مصالح العالم. وبالتالي بضرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة. التحالف الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي قبل أيام. وهو تحالف الإصدهار. لكن في الحقيقة أن هذا التحالف ولد ضعيفاً. أولاً أي من الدول العربية السبع المشاطرة البحر الأحمر لم تنضم إلى هذا التحالف. المفهوم أن تأمين الملاحة في الحقاة مرتبط بوضع حل لما يحدث في قطاع غزة. صحيح أن الحوسيين يحاولوا يستثمروا الأجواء دي. يكلي عن إصال رسائل للولايات المتحدة الأمريكية والقوى المنهضة للحوسيين في اليمن. لكن بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في البحر الأحمر منذ عام 2001. بعد عملية هجمات سبتمبر. وبالتالي استدعاها لتحالف في هذا التوقيت ومحاولة تصدير صورة أن بعض القوى والميليشيات والعناصر في المنطقة تضر بالأمن القومي العالمي وبالمصالح الاقتصادية العالمية. هذا زيف فيه تقديري. وأن الأمر مرتبط بضرورة وضع حد لما يحدث في قطاع غزة. وضرورة تسويس سياسية للأزمة. وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها المطلق لإسرائيل. لأن في الحياة أن هذا أضر بإدارة بايدن منذ العملات العسكرية قدمت دعم مطلق لإسرائيل. وطبعا بايدن حاول يوظف سياسيا مع اختراب العملية الانتخابية في العام المقبل. لكن في الحياة أن استمرار الدعم المطلق واستمرار عملات الإبادة الإسرائيلية في القطاع حمل ارتدادات سلبية على إدارة بايدن. وعشان كده شفنا بدأ نوع من التراجع اللافت في تصرحات الإدارة الأمريكية باتجاه الحرب. ليه بقى هذه المزاعم؟ إذا كانت هذه المزاعم لا تنطلي على الشعب الإسرائيل. ولا تنطلي أيضا على الدول التي هي حليفة لإسرائيل في الخارج. قالت قبل كده أن المستشفى الميداني فيه أنفاق وتنطلق معجماته ولم تكتاشف أي نفاق. بجمع الشفى اقتحامته بردو بحجة وجود الأنفاق. وهذا الآن تتحدث عن هذا المحور بأنه فيه أنفاق. ومصر أعلنت في العملية الشاملة سنة 2018 بأنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت موجودة. شوف يعني خلينا نفرق بين حكتين. المزاعم الإسرائيلية فيه جزء من المجتمع الإسرائيلي خاصة المتطرف هو مؤمن بهذه المزاعم والذي يسعى إلى تحقيق النبوء التوراطية دولة الدولة الكبيرة من النيل إلى الفرق. لكن أصبح هناك تغير فيه كبير داخل المجتمع الإسرائيلي. تشوف الاهتجاجات المستمرة لعائلات الأسر. استطلاعات الرأي كشفت عن تراجع شعبيت نتانياهو إلى 27%. بعد التصرحات أو بعض الاستطلاعات بتطرح جانس رئيسا للحكومة بدلا من نتانياهو. يقير لبيد زعيم المعارضة وجه انتقادات حد لنتانياهو ودعا إلى ضرورة رحيله وتشكيل حكومة جديدة تحابي الشعب الإسرائيلي ولا تحابي نفسها. هناك تغير فيه المزاج العام الإسرائيلي. على المستوى الخارجي أتصار أن هناك نوع من التغير اللافت. صحيح أن على مستوى الإدارة الأمريكية وبريطانيا يبدو هما الدولتين الدعمتين بشكل مطلق لإسرائيل. لكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى المجتمعي هناك تحول لافت. يعني لندن شهدت أكبر التظاهرات الدعمة للفلسطينيين. هناك تحول فيه استطلاعات. هناك 500 موظف بحزم ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز. بتطالب الرئيس بايدن بدرود التدخل الفوري لوقف الحرب. في نوفمبر الماضي تم كشف النقاب عن وثيقة موقعة من 100 موظف في الخارجية الأمريكية. وفي هيئة المعاونة الأمريكية تتهم بايدن بتصدير معلومات مضللة عن الأحداث في غزة. رئيس الوزراء الأزباني أعلن رفضه الانضمام لتحالف الإزدهار الخاص بتأمين الملاحة البحرية. وعشية زياراته لمعبر رفح ولقاءه بالرئيس المصري. تحدث عن إمكانية اعتراف أزبانيا بدولة فلسطينية. نحن أمام تغير كبير. لكن إصرار إسرائيل على المضي قدما في هذه المزاعة. أنا بتقديري بيرتبط بمجموعة من الدوافع. أول هذه الدوافع هو التخطية على حالة الفشل في تحقيق نصر حقيقي. حقيقي من الحرب التي دخلت يومها الثمانين. الأمر الثاني أو الدفع الثاني مرتبط بمحاولة نتانياهو الهروب إلى الأمام من الانتقادات التي يواجهها طوال الوقت داخل المجتمع الإسرائيلي. وأتصار أن نتانياهو بيسعى إلى إطالة أمد الحرب للهروب مما ينتظر أمام القضاء الإسرائيلي. نتانياهو مطلوب قضائيا بتهم جرائم فساد وغيره. وبالتالي هو ربما يحاول إطالة أمد هذه الحرب لمحاولة الهروب من محاكمته القضائية. الأمر الثالث أن الجيش الإسرائيلي طوال الوقت يسعى إلى تبييض صرطه. أو استعادة أو تحقيق نص حتى لو مزيف يستعيد أن يستطيع من خلاله استرجاع صرطه النمطية التي كانت لدى في الوعي الجمع الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لا يقرر. وبالتالي الحرص على تحقيق هذه الأهداف الذاتية الشخصية هي ما تدفع الإعلام الموالي للحكومة والإعلام الإسرائيلي طوال الوقت إلى تصدير صور مزيفة. كان أخرها مثلا ما أسير عن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس. كل الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن الضيف تعرض لشلل. ولكن مؤخرا تم بعض الفيديوهات التي كشفت أن محمد الضيف حي يرزق ويسير بأرحية داخل القطاع. والحقيقة أن مثل هذه الأخبار ومثل هذه الصور أصرت بشكل كبير في العلاقة ما بين المجتمع الإسرائيلي ونغبته السياسية. وسهمت في تكريس الإنقسام في الداخل الإسرائيلي. أنصار أن نتنياه ورفاقه يعلمون أن ساعة المحاسبة قادمة. وما يحدث هو نوع من المزايدة ومحاولة كل طرف إظهار أنه البطل في الدفاع عن إسرائيل. لكن القيادة الإسرائيلية تعلم أن ساعة المحاسبة قادمة لا محالة. وتحاول أن تهرب مزيد من الخطوات إلى الأمان. أصوار السجن المفتوح فكرة بيطرحها دايما الجانب الإسرائيلي. تحويل قطاع غزة لسجن كبير مفتوح. وهو ما يدفع أهالي غزة أو ما يتخيل المزاعم الإسرائيلية. أنه حيدفع أهالي غزة للهجرة. وعاية مش حيلجأوا بقى للتهجير القصري. وطبعا إحنا عارفين حيتجهوا نحية سيناء. فهل هذه المزاعم أو هذه الأفكار هي اللي بتراود صانع القرار الإسرائيلي. علشان كده بتحاول تتقدم نحية محور فلادلفيا. شوف أن دم الحقيقة أن الحلول الأمنية اللي طرحت لكل الأزمات الكبيرة اللي مر بها العالم. لم تسعب في تحقيق حل حقيقي أو تقدم حل حقيقي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عسكرت الأزمة في أفغانستان. ومكست في أفغانستان سنوات طويلة. وفي النهاية انسحبت. الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام. كل الإشكاليات التي طرح على حلول أمنية فقط. لم تسفر عن تحقيق اختراق حقيقي في مسألة الحلول. وبالتالي أنا أتصار أن إصرار إسرائيل على طرح الحل الأمني فقط. في هذا التوقيت بشأن إدارة القطاع. سواء مع قطاع غز أو مع الضفة الغربي أو مع مجمل القضية الفلسطينية. وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في الحلول الأمنية ومنطق التعامل الأمني. والمنطق الفوقي في التعامل مع الفلسطينيين. ونسف حقوق الفلسطيني ونسف القضية الفلسطينية. أصار أن هذا مردوده سيكون سلبي على إسرائيل. ولن تحقف إسرائيل اختراق كبير بشأن تحقيق أمنها. سواء بالدخول على محور فلدليفيا. استمرار العمليات العسكرية جوه القطاع غزة. العمليات التي يقوم بها المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. كل هذا أصار أن يساهم في تحقيق الأمن في المنطقة. بل بالعكس أن ارتداداته ليس تكون على إسرائيل بل على الإقليم. وشوفنا إزاي هذا بدأ يظهر في العمليات العسكرية أو الضربات النوعية التي تقوم بها الميليشيات. في سوريا والعراق على القاعدة الأمريكية. القاعدة الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت لأكتر من 80 هجوم على مدار الشهرين الماضيين. شوفنا اللي بيعملوا الحوسين. ده تساعد إيرت السراء اللي الرئيس حذر منه من أول لحظة. الحوسين اللي بيعملوه في البحر الأحمر. ده يعني إسرار على المضيق قدما في حلول أمنية. أصدر أنه هيوسع رقعة المواجهات. وهو ما لنا تمناه وهو ما كانت بتحضر منه مصر. وهو ما تسعى مصر دايما لحل هذه الأزمة. وإيه لوجود وساطة دولية تساعد على حل هذه الأزمة. يعني فيه مقترح مصري بيرتكز على مجموعة من المحاور. هندسة هدنة ثانية تمتد من أسبوعين لثلاث أسابيع. ثم التوافق على حكومة تقنقراط فلسطينية. يعني يكون منوض بها مسألة المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وغيرها. وبعد كده انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط قطاع غزة كاملا. تمهيدا لي وصول إلى حل سياسي وحل الدولتي. وضحتنا لها نقاط كتير وكانوا محتاجين أن أعرفها. كل شكرا لك الأستاذ كرم سعيد خبير الشؤون الإقليمية بالأهرام. شكرا جزيلا. شكرا يا فاني. شكرا يا فاني. وكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتك. وبكرة إن شاء الله حلقة ديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعاد. وصباحكو زي الفن.